بسم الله الرحمن الرحيم هذه قراءة في كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية وهو من تأليف سليمان الأذني أحد المنتسبين إلى هذا الدين الباطني ولكنه قرر تركه لمقارنته بالمسلمين المجاورين لهم وتعرض لمضايقات كثيرة من أتباع هذا الدين إذا ترك دينهم أو أفصح عن أسرارهم فاعتنق اليهودية ثم النصرانية وانتقل إلى بيروت ليقي نفسه منهم فقام بكتابة هذا الكتاب وقام بتعريف الناس بهذا الدين المؤلف الأذني من موليد عام 1250 هجري وهو منسوب إلى أذنة أو آدنة حسب سكانها العرب أو أذنة الحالية حسب اللفظ التركي يختلف اللفظ حسب الزمن مدينة آدنة الملاصقة لها طاي أنطاكيا والقريبة من الحدود السورية التركية كثير من سكانها عرب من هذه الطوائف الكتاب طباعة مكتبة جامعة تورنتو الكندية لننظر كيف يأتي الغربيون من أطراف الدنيا وبماذا يهتمون الكتاب وفقا للمؤلف مليء بالخرافات حسب قوله في أكثر من مناسبة وبإمكانكم التأكد من هذا بنفسكم بالاستماع إليه لكن أرجو من الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هذا كلام طائفة باطنية وحصنوا أنفسكم دينيا وعقائديا بشكل صحيح قبل الاستماع لهذا الكتاب ففيه سور قرآنية وفقا لهم عبارة عن خلط آيات من كتاب الله القرآن الكريم مع كلام تمت إضافته على أساس أنه قرآن والكثير من الخلط بالأحاديث وأقوال منسوبة إلى علي بن أبي طالب فضلا عن عبادته أرجو الانتباه جيدا وإلى نص الكتاب كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية تأليف سليمان أفندي الأذني الباكورة السليمانية الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمة إلى النور وأنقذنا من الشك والعصيان والفجور وهدانا إلى كتابه المقدس الذي هو تجارة لن تبور وأرسل لنا ابنه الوحيدة خلاصا للمؤمنين به من العذاب المزمع والشرور وقد اعتصمنا بنعمته عن التصديق بكل مضل غرور أما بعد فيقول العبد الفقير إلى غينى ربه القدير سليمان الأذني المعتزل عن الإيمان الوثني المعتنق الإيمان المسيحي إني ولدت في مدينة أنطاكيا سنة 1250 هجرية وأقمت فيها نحو سبع سنين ثم انتقلت إلى أذنة ولما بلغت السنة الثامنة عشرة من العمر أخذ بن طائفتي يطلعونني على أسرارهم الباطنة التي لا يكشفونها إلا لمن بلغ هذا السن أو سن العشرين وفي ذات يوم اجتمع منهم جمهور من الخاصة والعامة واستدعوني إليهم وناولوني قدح خمر ثم وقف النقيب بجانبي وقال لي قل بسر إحسانك يا عمي وسيدي وتاج رأسي أنا لك تلميذ وحذاؤك على رأسي ولما شربت الكأسة التفت إلي الإمام قائلا لي هل ترضى أن ترفع أحذية هؤلاء الحاضرين على رأسك إكراما لسيدك فقلت كلا بل حذاء سيدي فقط فضحك الحاضرون لعدم قبول القانون ثم أمروا الخادمة فأتى بحذاء السيد المذكور فكشفوا رأسي ووضعوه عليه وجعلوا على الحذاء خرقة بيضاء ثم أخذ النقيب يصلي علي لكي أقبل السر ولما فرغ من الصلاة رفعوا الحذاء عن رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفوا فهذه الجمعية يسمونها المشورة ثم بعد أربعين يوما اجتمع جمهور آخر واستدعوني إليهم ووقف السيد بجانبي وبيده كأس خمر فسقاني الكأس وأمرني بأن أقول سر عين ميم سين أما العين فهي علي ويسمونه المعنى وأما الميم فهي محمد ويسمونه الإسم والحجاب وأما السين فهي سلمان الفارسي ويسمونه الباب ثم بعد ذلك قال لي الإمام أنه فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة وهي سر عين ميم سين أو عمس كل يوم خمسمائة مرة ثم أوصوني بالكتمان وانصرفوا وهذه الجمعية الثانية يسمونها بجمعية المليك ثم بعد سبعة أشهر والمدة للعامة تسعة أشهر اجتمع جمهور آخر أيضا واستدعوني حسب عادتهم وأوقفوني بعيدا عنهم ونهض وكيل من بين الجماعة والنقيب عن يمينه والنجيب عن شماله وبيد كل منهم كأس خمر واستقبلوا نحو الإمام مترنمين الترنيمة الثالثة التي هي للحسين بن حمدان الخصيبي وسيأتي ذكرها بعد انتهاء صلاة أعيادهم وبعد ذلك توجهوا نحو المرشد الثاني مترنمين له هذه الترنيمة سألت عن المكارم ابن حل بعض الناس دلوني عليك بحق محمد مع آل بيته ارحم من أتى يقبل يديك قصدتك لا تخيب فيك ظني نحن اليوم محسوبين عليك ثم وضعوا أيديهم على رأسه وجلسوا وأما هو فنهض قائما وأخذ القدح من الوكيل وخر ساجدا وقرأ سورة السجود وهي الفصل السادس ورفع رأسه وقرأ سورة العين وهي الفصل التاسع ثم شرب الكأس وقرأ سورة السلام وهي الفصل السابع وسيأتي ذكر هذه السور في مكانه ثم قام متوجها نحو الإمام قائلا نعم 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 يا سيد الإمام فقال له الإمام بنعم عليك وعلى من حواليك لقد عملت ما لم تعمله هذه الجماعة لأنك أخذت القدح بيدك وشربت وسجدت وسلمت ولله السجود فما هي حاجتك وماذا تريد فقال أريد أن أتمسى بوجه مولاي ثم انصرف ونظر نحو السماء ورجع إليهم قائلا نعم 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 يا سيدي فأجابه الإمام كالأول وما حاجتك وماذا تريد فقال لي حاجة أريد قضاها قال اذهب اقضيها ثم انصرف عنهم ودنا مني لكي أقبل يديه ورجليه فقبلتهما ورجع إليهم أيضا وقال نعم 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 يا سيدي الإمام فقال له الإمام ما مرادك وماذا تريد فأجابه أنه ترى لي شخص بالطريق فقال ألم تسمع ما قال سيدنا المنتجب الدين العاني الليل يجزع منه كل صنديد فأجاب لي قلب قوي ولا خوف علي ثم نظر إلي أيضا والتفت إليهم وقال هذا الشخص اسمه فلان وقد أتى ليتأدب أمامكم فقال من دله علينا فأجاب المعنى القديم والاسم العظيم والباب الكريم وهي لفظة عمس فقال الإمام ايتي به لنراه فأخذ المرشد بيدي اليمنى وذهب بي إلى الإمام فلما دنوت منه مدى لي رجليه فقبلتهما ويديه أيضا وقال لي ما حاجتك وماذا تريد أيها الغلام ثم نهض النقيب ووقف بجانبي وعلمني بأن أقول بسر الذي أنتم فيه يا معاشر المؤمنين ثم نظر إلي بعبوسة وقال ما الذي حملك على أن تطلب منا هذا السر المكلل باللؤلؤ والدر ولم يحمله إلا كل ملاك مقرب أو نبي مرسل اعلم يا ولدي أن الملائكة كثيرون ولا يحمل هذا السر إلا المقربون والأنبياء كثيرون وليس منهم من يحمل هذا السر إلا المرسلون والمؤمنون كثيرون وليس منهم من يحمل هذا السر إلا الممتحنون أتقبل قطع الرأس واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظيم فقلت له نعم فقال لي أريد منك ما يتكفيل فقال الحاضرون القانون يا سيدنا الإمام فقال إكراما لكم ليكن إثنى عشر كفيلا ثم قام المرشد الثاني وقبل أيدي الإثنى عشر كفيلا وأنا أيضا قبلت أيديهم ثم نهض الكفلاء وقالوا نعم 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 يا سيد الإمام فقال الإمام ما حاجتكم أيها الشرفاء قالوا أتينا لنكفل فلانا فقال إذا باح بهذا السر أتأتوني به لكي نقطعه تقطيعا ونشرب دمه فقالوا نعم فأجاب وقال لست أكتفي بكفالتكم فقط بل أريد إثنين معتبرين بكفلائهم فجر واحد من الكفلاء وأنا وراءه وقبل أيدي الكفيلين المطلوبين وقبلتهم أنا أيضا ثم نهضا قائمين وإيديهما موضوعة على صدريهما فالتفت إليهم الإمام وقال الله مسيكما بالخير أيها الكفيلان المعتبران الطاهران أهل البرش والكرش فماذا تريدان فأجابا إننا قد أتينا لنكفل الاثنى عشر كفيلا وهذا الشخص أيضا قال فإذا هرب قبل أن يكمل حفظ الصلاة أو باح بهذا السر هل تأتيان به لنعدم حياته فقال نعم قال الإمام إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء يفنون وأنا أريد منه شيئا لا يفنى فقال له افعل ما شئت فالتفت إلي وقال ادن مني يا غلام فدنوت منه وحينئذ استحلفني بجميع الأجرام السماوية بأني لا أبيح بهذا السر ثم ناولني كتاب المجموع في يدي اليمنى وعلمني النقيب الواقف بجانبي أن أقول تفضل حلفني يا سيد الإمام على هذا السر العظيم وأنت بريء من خطيئتي فأخذ الكتاب مني وقال يا ولدي أحلفك ليس لأجل مال ولا جوار بل لأجل سر الله فقط كما حلفنا مشيخنا وسادتنا وهكذا تكرر العمل والقول ثلاث مرات ثم وضعت يدي على المجموع ثلاث مرات حالفا به أن لا أبيح بهذا السر ما دمت حيا وأما العامة فيستحلفونهم أكثر من ذلك لا سيما نصيرية يالة اللاتقية ثم قال الإمام اعلم يا ولدي أن الأرض لا تقبلك فيها مدفونا إن أبحت بهذا السر ولا تعود تدخل القمصانة البشرية بل حين وفاتك تدخل القمصانة المسوخية وليس لك منها نجاة أبدا ثم اجلسوني بينهم وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاء ثم إن الكفلاء وضعوا أيديهم على رأسي وأخذوا يصلون فقرأوا أولا سورة الفتح والسجود والعين ثم شربوا خمرا وقرأوا سورة السلام ورفعوا أيديهم عن رأسي وأخذني عم الدخول وسلمني إلى مرشد الأول ثم أخذ بيده كأس خمر وسقاني وعلمني أن أقول بسم الله وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة الله سر تذكاره والصالح عمره أسعده الله ثم انصرفت الجماعة وأخذني السيد إلى بيته واسمه أحمد أفندي بن رضوان آغا من أعيان مدينة أدنى والمرشد الثاني اسمه الشيخ صالح الجبل رئيس الرمالين ثم ابتدأ السيد يعلمني أولا التبري وهو سورة الشتائم الآتي ذكرها في الباب الثاني من بداءة صلاة إعيادهم وحينئذ أطلعني على صلاتهم المشهورة فيها عبادة علي بن أبي طالب وهي ستة عشر سورة السورة الأولى واسمها الأول قد أفلح من أصبح بولاية الأجلح استفتح بأني عبد استفتحت بأول إجابتي بحب قدس معنوية أمير النحل علي بن أبي طالب المكنة بحيدرة أبي تراب فيه استفتحت وفيه استنجحت وبذكره أفوز وفيه أنجو وإليه ألجأ وفيه تباركت وفيه استعنت وفيه بدأت وفيه ختمت بصحة الدين وإثبات اليقين قال السيد أبو شعيب محمد بن نصير ليحيا بن معين السامري يا يحيا إذا نزلت بك نزلة بالحياة ودهت بك دهية بالممات فادع دعوة عالية خالصة مخلصة تقية نقية بيضاء علوية طاهرة زكية مشعشعة نورانية تخلصك من هذه القمصان البشرية اللحمية الدموية وتلحقك بالهياكل النورانية فقل فيك تباركت يا دليلا بدلته يا ظاهرا بقدرته يا باطنا بحكمته يا مجيبا ذاته بذاته يا مخاطبا اسمه بصفاته يا هو باكل يا قديم يا أزل لم تزل يا معلل العلل يا مفني حركات الدول يا غاية الغايات يا منهي النهايات يا عالما بأسرار الخفيات يا حاضر يا موجود يا ظاهر يا مقصود يا باطنا بغير غمود بأمن أنوارك منك تشرق وفيك تغرب ومنك بدت وإليك تعود يا من جعل لكل نور ظهورا ولكل ظهور اسما ولكل اسم مكانا ولكل مكان مقاما ولكل مقام بابا يرشد الباب منه إليه ويدخل الباب منه إليه وأنت يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب الدليل عليه والكل أنت هو يا هو يا هو يا من لا يعلم من هو إلا هو وأسألك بمسائل السين سلكون سلكا سلكا سالك سلكا بما سألك به السائلون وبمرشد المرشدين وبعلي زين العابدين أن تؤلف ما بين قلوبنا وقلوب إخواننا المؤمنين على البر والتقوى والتقويم والعلم والدين نذكر حضرتك الطاهرة وقدرتك الباهرة ورحمتك الشاملة والفرض اللازم والحق الواجب هي أسرار وتذكار وجلال وافتخار وعز وانتصار وطلعتك الزاهرة وقبابك الفاخرة وقبة العلا وتاج الهدى والدين القيم والصراط المستقيم ومن عرف باطنه وظاهره فاز ونجى والذي قد عرفنا به سيدنا سلسل سلمان يتلى وقد دلنا إليه وأرشدنا إليه شيخنا وسيدنا وتاج رؤوسنا وقدوة ديننا وقرة أعيننا السيد أبي عبيد الله الحسين بن حمدان الخصيبي قد دس العلي روحه لأن مقامه مقام الصفا ومحله محل الصدق والوفا بسم الله وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف معرفة الله سر التذكار والصالح سره أسعده الله انتهت فبيان من هذه السورة أن المعبود عندهم بريء ولكنه ليس محدودا بكليته حيث يقول يا ظاهر يا موجود يا باطنا بغير غمود يا من أنوارك منك تشرق وفيك تغرب وإليك تعود والشماليون يعنون بذلك السماء ويقولون أن الكواكب منها تشرق وفيها تغرب وأنها ظاهرة لكن لا يقدر أحد أن يحدها بصورتها الأصلية إلا إسم فإنه يراها حمراء والباب يراها بيضاء والملائكة الذين عندهم هم الكواكب ودرب التبان الذي هو عندهم أنفس مؤمنيهم هم يرون السماء صفراء والبشر يرونها زرقاء ويعتقدون بأن المؤمنين إذا خلصوا من هذه القمصان البشرية ينتقلون إلى درب التبان ويصيرون كواكب ويرون السماء صفراء وعابدوا القمر يستدلون على عبادته من قوله وطلعتك الزاهرة فيقولون إنه ظاهر والسواد الذي في القمر هو ذات علي بن أبي طالب وهو محجوب عن أعيننا ونراه الآن أسود ومتى خلصنا من هذه القمصان فإننا نرفع بأمانتنا إلى ما بين الكواكب وحين إذا نراه بنظرة الصفرة وعابد والشفق يستدلون من قوله بأمن أنوارك منك تشرق وفيك تغرب فيقولون أن جميع الأنوار لم تظهر إلا من المشرق وترجع وتغيب في المغرب فلذلك تراهم وقت صلواتهم يتوجهون نحو الشمس عند شروقها وغروبها نظير ما رأى حزقيال النبي ظنين أن ذلك الإحمرار هو خالق الشمس كقول سيدهم الشيخ علي الماخوسي في الوراثة المتروكة لهم منه والبدر أنواره من شمسه ظهرت وشمسه من عامود الشج موجود وعابد الهوى يستدلون على عبادته بقوله يا هو يا هو فيقرؤون هذه اللفظة بفتح الهاء والواو لكي ينتجوا من ذلك عبادتهم للهوى السورة الثانية واسمها التقديسة ابن الولي بأحسن ما يرى النايم في منامه وهو يسمع الحس ولم يرى الشخص وهو ينادي ويقول لبيك لبيك يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب يا رغبة كل راغب يا قديم باللهوت يا معدن الملكوت إن بالهنى باطنا وإمامنا ظاهرا يا من ظهرت في من أبطنت وأبطنت فيما ظهرت وظهرت بالاستتار واستترت بالظهور وظهرت بالذاتية وتعاليت بالعلوية واحتجبت بالمحمدية وادعوت من نفسك إلى نفسك بنفسك أنت يا أمير النحل يا علي أشرق نورك وبزغ سفورك وسط عضياءك وتعظمت آلاءك وجل ثناءك بأن تؤمنني من شر مسوخياتك لنا ولجميع إخواننا المؤمنين من شر الفسخ والنسخ والمسخ والوسخ والرسخ والقش والقشاش إنك على ذلك قدير سر الولي ابن الولي أبو الحسين محمد ابن علي الجلي علينا من ذكره السلام سره أسعده الله انتهت التفسير إن النايم هو أحد خدام محمد الباقر ابن علي زين العابدين ويزعمون أن ذلك الخادم كان ذات يوم نايما في بيته وإذا بصوت يناديه قائلا قم واذهب إلى الموضع الفلاني فاستيقظ من منامه مدهوشا ولم يرى أحدا سوى الأنوار ثم قال لبيك لبيك يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب وذلك مذكور مصرحا في كتاب المجموع وهذه السورة يطلب المصلي فيها الخلاصة من المسوخية التي هي سبعة أشكال ولكل شكل منها أجزاء فالسبعة الأشكال المذكورة تحوي جميع أنواع الأنعام والوحوش وغيرها من الحيوانات ويعتقدون بأن هذه السبعة الأشكال هي سبع طبقات جهنم المذكورة في القرآن في سورة الحجر بقوله ولها سبعة أبواب ولكل باب منها جزء مقسوم فيتوسل هنا الخاطي بقلب خاشع وروح متواضع إلى ربه علي بن أبي طالب لكي ينقذه من شرها السورة الثالثة واسمها تقديسة أبي سعيد أسألك يا مالك الملك يا أمير النحل يا علي يا وهاب يا أزل يا تواب يا داحي الباب أسألك بالخمسة المصطفية والستة التجلية بالسبعة الكواكب الدرية بالثمانية حمالة العرش القوية وبالتسعة المحمدية وبالعشرة دجاجات الذكية وبالأحد عشر مطالع البابية وبالاثنى عشر سطر الإمامية بحقهم عندك يا غاية الكلية يا أمير النحل يا صاحب الدولة العالية يا من أنت الأحد واسمك الواحد وبابك الوحدانية يا من ظهرت في السبع قباب الذاتية بأن تجعل قلوبنا وجوارحنا ثابتة على معرفتك الزكية وخلصنا من هذه الهياكل الناسوتية ولبسنا القمصانة النورانية بين الكواكب السماوية تذكروا حضرة تذكروا حضرة شيخنا وسيدنا الأجل الأكبر الشاب التقي أبي سعيد أبي سعيد الميمون ابن قاسم الطبراني العارف معرفة الله المكف عم حرم الذي أخذ حقه بيده من قف أبي دهيبة وعلى أبي دهيبة لعنه الله وعلى أبي سعيد السلام ورحمة الله سر أبي سعيد الشاب التقي الحر الميمون ابن قاسم الطبراني سره أسعده الله التفسير أما الخمسة المصطفية فهي فرض أوقات الصلوات عندهم فالفرض الأول صلاة الظهر لمحمد والفرض الثاني صلاة العصر لفاطر أي فاطمة والفرض الثالث صلاة المغرب للحسن ابن علي ابن أبي طالب والفرض الرابع صلاة العشاء لأخيه الحسين والفرض الخامس صلاة الصبح لحسن سر الخفي وسبب تسميته بسر الخفي هو اعتقادهم بأن أمه طرحته سقطا ولعدم اشتهاره بين الناس دعي بهذا الاسم ففرع الكلازية تعتبره معنى وتقول أن محسن الخفي في باطني القاف مختفي فالقاف هو القمر وباقي النصيرية يعتبرونه اسما ومن لا يعرف أسماء هؤلاء الأشخاص الخمسة وأوقاتهم فصلاته باطلة غير جايزة وأما الستة النجلية فهي الستة الأكوان وهم سلمان والأيتام الخمسة الآتي ذكرهم في سورة الفتح التي هي السورة الخامسة وقيل هي الستة الأيام التي كون الله بها السماوات والأرض وجميع الكاينات وقيل هي ظهور الله لإبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والسبعة الكواكب الدرية هي النجوم السبعة السيارة كزحل والمريخ إلى آخره والثمانية الحمالة العرش القوية هي الألفاظ الثمانية الأبجدية وهي الخمسة الأيتام وطالب وعقيل وجعفر الطيار والتسعة المحمدية هي أسماء سطر الإمامية من محمد بن عبد الله إلى محمد الجواد والعشر الدجاجات الزكية هي الخمسة الأيتام ونوفل وأبو الحارث ومحمد بن الحنفية وأبو برزة وعبد الله بن نضلة ويعتقدون بأنهم أعظم الكواكب وكل كوكب منهم يحكم على قبة من بقية الكواكب وكل الكواكب في الباطن صيصان السماء كي يخبر عنها الخصيبي في ديوانه ما خل العشرة المذكورة فهي الدجاجات وديكها سلمان الفارسي كما يخبر عنه الخصيبي وأما عند الشماليين في كتبهم الباطنة ككتاب اليونان وغيره فيذكر أن الديك هو محمد بن عبد الله والأحد عشر مطلع البابية هم روزبة بن المرزبان وأبو العلا رشيد الهجري وكنكر بن أبي خالد الكابلي ويحيى بن معمر وجابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن أبي زينب الكاهلي والمفضل بن عمر وعمر بن المفضل ومحمد بن نصير البكري النميري ودحيى بن خليفة الكلبي والسيدة أم سلمة والإثنى عشر سطر الإمامية هم محمد المصطفى والحسن المشتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن الآخر العسكري ومحمد بن الحسن الحجة السورة الرابعة واسمها النسبة أحسن توفيقي بالله وطريقي لله وأحسن سمعي واستماعي من شيخي وسيدي ومرشدي المنعم علي كما أنعم الله عليه بمعرفة عين ميم سين وهي بشهادة أن لا إله إلا علي بن أبي طالب الأصلع الأنزع المعبود ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود وهذا ما سمعته من شيخي وسيدي وغاية ومعتمدي ومهديني إلى طريق النجاة وموردني إلى ينبوع الحياة ومعتق رقبتي من رق العبودية بمعرفة كنه الذات العالية السيد الفاضل والطود العظيم عمي وشيخي وسيدي وتاج رأسي ووالدي الحقيقي أحمد وقد ألقى إلي هذا السر العظيم في سنة كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا ويوم كذا منه وسمع أحمد من إبراهيم وسمع إبراهيم من قاسم وسمع قاسم من علي وسمع علي من أحمد وسمع أحمد من خضر وسمع خضر من سلمان وسمع سلمان من صبح وسمع صبح من يوسف وسمع يوسف من جبريل وسمع جبريل من معلى وسمع معلى من ياسين وسمع ياسين من عيسى وسمع عيسى من محمد وسمع محمد من هدى محمد وسمع هدى محمد من رضا أحمد وسمع رضا أحمد من صفندي وسمع صفندي من بلدر أسد وسمع بلدر أسد من حسان الرشيفي وسمع حسان الرشيفي من محمد وسمع محمد من مرهف مصر وسمع مرهف مصر من عقد جبرايل وسمع عقد جبرايل من عبد الله الجوغلي وسمع عبد الله الجوغلي من إسماعيل اللفاف وسمع إسماعيل اللفاف من جعفر الوراق وسمع جعفر الوراق من أحمد الطراز وسمع أحمد الطراز من أبو الحسين محمد بن علي الجلي وسمع أبو الحسين محمد بن علي الجلي من السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي وسمع السيد أبي عبد الله محمد من شيخه وسيده أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلان العابد الزاهد الذي هو من بلد فارس وسمع عبد الله الجنان الجنبلان من محمد بن جندب وسمع محمد بن جندب من السيد أبو شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري الذي هو باب الحسن الآخر العسكري منه السلام وإليه التسليم ومن محمد بن نصير أقام النسب والدين وتعالى مولانا الحسن العسكري عما يقول الضالون ونطق الظالمون علوا كبيرا سر الدين سر إخوتنا الجليين أينما كان منهم مكين بسرهم أسعدهم الله أجمعين وأشهد بأن الحسن الآخر العسكري هو الأول وهو الآخر وهو الباطن والظاهر وهو على كل شيء قدير استغفر الله العظيم التفسير اعلم أن ابتداء ديانة النصيرية هو من محمد بن نصير ثم قام من بعده رجل آخر اسمه محمد بن جندب وقام من بعده هذا أيضا عبد الله الجنان الجنبلان من بلد فارس وقام بعده الحسين بن حمدان الخصيبي وهذا عندهم أعظم من كل من كان بعده وهو الذي أكمل صلاتهم وأذاع تعليمه في البلدان وقد ذم الشام في بعض أشعاره لعدم تصديقهم إياه بقوله سئمت المقام بأرض شام عليهم لعين رب الأنام ثم قصد في سياحته بغداد وبدأ ينشر تعاليمه بين الناس فسمع به الوالي فقبض عليه وألقاه في السجن ولما لاحت له فرصة هرب واشتهر بين أتباعه بأن السيد المسيح خلصه ليلا وأنه محمد وأبناء بنت محمد الأحد عشر كما قال في ديوانه المسمى باسمه قال لي في المنام أب شفيق أنت يا ابن الخصيبي حر عتيق أنت بالحجب آل أحمد ما عشت طليق بحبهم مرزوق ثم علم أيضا بأن المسيح هو آدم وأنوش وقينان ومهلايل وبرد وإدريس ومنوشالح ولامك ونوح وسام وأرفشد ويعرب وهود وصالح ولقمان ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والعزيز أي فرعون الذي كان في أيام يوسف وموسى وهارون وكالب وحسقيل وشمويل وداود وسليمان وأيوب والخضر والإسكندر وطالوت ودانيال ومحمد وبالا جمال أن كل نبيا ظهر في هذا العالم هو المسيح وكذلك بعض حكماء الوثنيين مثل أفلاطون وجالينوس وسقراط ونيرون ومن حكماء الفرس وعرب الجاهلية كأزدشير وسابور ولوي ومرة وكلاب وهاشم وعبد مناف وغيرهم وعلم بأن أمهات هؤلاء الأنبياء ونساءهم هن سلمان الفارسي معد امرأة نوح وامرأة لوط وهو أيضا الأشخاص الأحد عشر المذكورة في تفسير السورة الثالثة وملكة سبأ وامرأة قطفار ومن الجمادات والوحوش كالذيب المتهم بأكل يوسف ومن الطيور كالهدهد والغراب والنمل وغير ذلك مما يمل السماع منه ثم علم بأن علي بن أبي طالب هو هابيل وشيت ويوسف ويوشع وإصاف وشمعون الصفة وأرستطاليس وهرماس ومن الوحوش ككلب أصحاب الكهف والناقة الصالح والبقرة التي أمر موسى بذبحها وتلمذ 51 تلميذا منهم خمسة مشهورون وهم محمد بن علي الجلي وعلي بن عيسى الجسري والعراقي والقطني وكل من اتصلت نسبته إلى أحد هؤلاء يعتبرون المتصل معه بالنسبة أخا له ثم قام بعد الحسين بن حمدان رجل آخر اسمه ميمون بن قاسم الطبراني وكان هذا تلميذا لمحمد بن علي الجلي وقد ألف لهم كتبا عديدة منها مجموع الأعياد المشهور في الشتايم على أبي بكر وعمر وعثمان ويسمى أبا بكر الضد الأول وعمر الضد الثاني وعثمان الضد الثالث وتحسبهم النصيرية ذات الشيطان وألف أيضا كتاب الدلائل بمعرفة المسائل الذي قيل فيه إن الذيب المتهم بأكل يوسف هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي ويعتقدون بأنه سلمان الفارسي ثم كتاب الحاوي في واجبات التلاميذ وكتبا أخر ضد ديانة علي بن قرمط وعلي بن كشكا وكتبا أخرى كثيرة السورة الخامسة واسمها الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أشهد بأن مولاي أمير النحل علي اخترع السيد محمد من نور ذاته وسماه اسمه ونفسه وعرشه وكرسيه وصفاته متصل به ولا منفصل عنه ولا متصل به بحقيقة الاتصال ولا منفصل عنه في مباعدة الانفصال متصل به بالنور منفصل عنه بمشاهدة الظهور فهو منه كحس النفس من النفس أو كشعاع الشمس من القرص أو كدوي الماء من الماء أو كالفتق من الردق أو كلمع البرق من البرق أو كالنظرة من الناظر أو كالحركة من السكون فإن شاء علي بن أبي طالب بالظهور أظهره وإن شاء بالمغيب غيبه تحت تلال نور وأشهد بأن السيد محمد خلق السيد سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل كتابه فهو سلسل وسلسبيل وهو جابر وجبرائيل وهو الهدى واليقين وهو بالحقيقة رب العالمين وأشهد بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام الكرام فأولهم اليتيم الأكبر والكوكب الأزهر والمسك الأدفر واليقوت الأحمر والزمرد الأخضر المقداد بن أسود الكندي وأبو الدر القفاري وعبد الله بن رواحة الأنصاري وعثمان بن مضعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي هم عبيد مولانا أمير المؤمنين لذكره الجلال والتعظيم وهم خلقوا هذا العالم من مشارق الشمس إلى مغربها وقبلتها وشمالها وبرها وبحرها وسهلها وجبالها ما حاطت الخضراء وحوات الغبراء من جابلقا إلى جابرصا إلى مراصد الأحقاف إلى جبل قاف إلى ما حاطت به قبة الفلك الدوار إلى مدينة السيد محمد السامرة التي اجتمع فيها المؤمنون واتفقوا على رأي السيد أبي عبد الله ولا يشكون ولا يشركون ولا في سر علي بن أبي طالب يبيحون ولا يخرقون له حجابا ولا يدخلون إليه إلا من باب اجعل المؤمنين مؤمنين ومطمئنين ومؤيدين مجبورين على أعدائهم وأعدائنا منصورين واجعلنا بجملتهم مؤمنين مؤمنين ومطمئنين مستورين مجبورين على أعدائنا وأعدائهم منصورين بسر الفتح ومن فتح الفتح ومن كان له الفتح على يده اليمين بسر سيدنا محمد وفاطر أي فاطمة والحسن والحسين ومحسن سر الخفي وأشخاص الصلاة وعدة العارفين علينا من ذكرهم السلام صلاة الله عليهم أجمعين التفسير الخاصة تعرف من هذا الفصل أن محمدا متصل بعلي ليلا ومنفصل عنه نهارا ويعنون أن الشمس هي محمد ويعتقدون بأن محمدا خلق السيد سلمان وهؤلاء الثلاثة هم الثالث الأقدس فعلي عندهم هو الآب ومحمد الإبن وسلمان الفارسي هو الروح القدس ويعترفون بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام والخمسة الأيتام خلقوا هذا العالم الموجود وأن كل ترتيب السماوات والأرض بيد هؤلاء الخمسة الأيتام فالمقداد موكل بالرعود والصواعق والزلازل وأبو الدر موكل بدوران الكواكب والنجوم وعبد الله بن رواحة موكل بالرياح وبقبض أرواح البشر ويعتقدون بأن عزرايل الذي يأخذ الأرواح وأما عثمان فهو الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان وأما قنبر فهو يدخل الأرواح في الأجسام السورة السادسة واسمها السجود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السجود للرب العلي الأنزع المعبود يا سيدي يا محمد يا فاطر يا قاهر يا نور المعنى العظيم وحجابه الكريم بك استعنت أعني بهذا الدار وبك استجرت أجرني من عذاب النار يا عزيز يا جبار يا قادر يا قهار يا خالق الليل والنهار الله نور السماوات والأرض وهو العلي الكبير إليه نقصد ونشير وعز وجل للباب قصدت وللإسم سجدت وللمعنى عبدت وسجدت وسجد وجه الفاني البالي لوجه علي الحي الدايم الباقي يا علي يا كبير يا علي يا كبير يا علي يا كبير يا أكبر من كل كبير يا مخترع شمس اللحى وخالق البدر المنير يا علي لك العزة يا علي لك الوحدة يا علي لك الملك يا علي لك الكبير يا علي لك الإشارة يا علي لك الطاعة يا علي لك الشفاعة يا علي لك الفطرة يا علي لك القدرة يا علي أنت سورة البقرة أمانك يا علي أمانك من صخطك وعذابك من بعد رضوانك أمنت بعجزك ومعجزك وجللت يا أمير المؤمنين عن العجز أن يقع بك آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك وظاهرك أمامي ووصية وباطنك معنوي لا هوت يا هو يا هو يا معز من أعزك وذكرك وأفردك يا هو يا هو يا مزل من أزلك وأنكرك وجحدك يا حاضر يا موجود يا غيبا لا يدرك يا أمير النحل يا علي يا عظيم التفسير إن النحل في هذه السورة هم الملائكة وبهذه تفتخر الشمالية على الكلازية وكلهما من قبائل تلك المناطق ويقولون قد تبينت لنا صحة مذهبنا وبطلان مذهبكم من قوله يا مخترع شمس الضحى وخالق البدر المنير وهانا البدر مخلوق فتجيب الكلازية بقولهم أن علي خلق القمر ليسكن فيه كالرجل الذي يبني له بيتا ليسكنه أو يصنع كرسيا يجلس عليه لأنهم يعتقدون بأن السواد الذي في القمر هو المعبود وله يدان ورجلان وبدن وعلى البدن رأس وعلى رأسه تاج وبيده سيف هو ذو الفقار السورة السابعة واسمها السلام سجدت وسلمت ووجهت وجهي لفاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين بد السلام من المعنى القديم على الاسم العظيم وسلم الاسم العظيم على الباب الكريم وسلم الباب الكريم على الخمسة الأيتام أركان الدنيا والدين السلام على الأبواب السلام على الأيتام السلام على النقباء السلام على النجباء السلام على المختصين السلام على المخلصين السلام على الممتحنين السلام على المقربين السلام على الكروبيين السلام على الروحانيين السلام على المقدسين السلام على السايحين السلام على المستمعين السلام على اللاحقين السلام فهم أهل المراتب يتقدسوا على مصطفى أجمعين السلام على من اتبع الهدى واهتدى وخشي من عواقب الردى وأطاع الملك العلي الأعلى وأقر بربوبية محمد المصطفى السلام على الماية ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي أولهم باب وآخرهم لاحق السلام عليكم يا عباد الله الصالحين جمع الله شملنا وشملكم في الجنة النعيم بين الكواكب السمائيين التفسير من هذه السورة يقع الجدال بين الشمالية والإكلازية لأن الشمالية تقول وأقر بربوبية محمد المصطفى والإكلازية بربوبية علي المرتضى وتقول الإكلازية للشمالية أخطأتم باعتقادكم بالربوبية تارة لمحمد وتارة لعلي فتجيب الشمالية أن محمد وعلي متصلان ببعضهما ليس منفصيلين وأن الغاية الكبرى علي ومحمد أيضا خالق ولو اعتقدنا بربوبيته فلا نخطئ لأن اعتقادنا واعتقادكم بالثالوث واحد وهكذا يجري جدال طويل بين الفريقين اقتصرنا على ما ذكرنا منه ثم إن هذه المراتب المذكورة في هذه السورة عدتها أربعة عشر مرتبة فالسبع الأول منها وهي من الأبواب إلى الممتحنين عدتها خمسة آلاف ويسمونها العالم الكبير النوراني ويعتقدون أنها السبع السماوات المذكورة في القرآن ويقولون أنها كانت قبل تكوين العالم وهي الكواكب الموجودة خارجة عن درب التبان وأما السبع الأخر التي هي من المقربين إلى اللاحقين ويسمونها العالم الصغير الروحاني وعدتها مايا وتسعة عشر ألف فهي عندهم الأروض السبع المذكورة في القرآن في آخر سورة الطلاق ويعتقدون أنها درب التبان وهم الذين خلصوا من البشر بإقرارهم بعمس وبكل ظهور من هابيل إلى علي بن أبي طالب كما قيل في ديوان سيدهم الشيخ علي الصويري هل عرفت المثل النوري إذ ضرب الله لنا جلية الله نور العالم العلوية هي السماء والعالم الأرضية فالمثل المذكور هنا يوجد في القرآن في سورة النور حيث يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية السورة الثامنة واسمها الإشارة سبحان إله خضعت له الرقاب وذلت له الأمور الشداد الصعاب فقد ارتفع القصد والإشارة من السيد محمد المصطفى في يوم عيد الغدير خم الذي شرفه وفضله عند الله مقام عظيم أنا عبد من المشيرين إليك يا أمير النحل يا علي يا عظيم بالتوحيد والتفريد والتنزيه والتجريد لك يا علي يا عظيم يا أزل يا قديم يا بارئ يا حكيم أسألك بحق الدعوة التي دعاك بها السيد محمد وهو خارج من باب مكة وراكب المطية البيضاء وهو ينادي ويقول الجهاد الجهاد الحراب الحراب في سبيل الله وهذه إشارة إليك يا نور النور يا فالق الصخور وزاجر البحور ومدبر الأمور بأن تسكن المؤمنين في جنتك العليا التي رضوان خازنها ويا فوز عبد رجاها فإذا بالندى من قبل العلا من جانب الطور الأيمن من الشجرة المباركة ينادي ويقول يا حبيبي يا محمد أي عبد دعان بهذه الدعوة بصفو قلبه وخالص يقينه نهار الخميس النصف من نيسان أو عشية الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو في الخمس ليالي من شهر رمضان أو يوم القداس أو ليلة الميلاد أو يوم عيد الغدير إلا وجعلته من أمتي وسكنته جنتي وأسقيه بكأس رحمتي وأجعله مع المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رفعت إشارتي بسر العين العلوية بسر الميم المحمدية بسر الصين السلسلية بسر عمس أول دعائنا نشير لمعنانا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وآخر دعائنا نشكر من هدانا ونقول الحق الحمد لله رب العالمين التفسير إن الجهاد المذكور في هذه السورة هو نوعان أولهما الشتايم على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وعلى جميع الطوائف المعتقدين بأن علي بن أبي طالب أو الأنبياء أكلوا أو شربوا أو تزوجوا أو ولدوا من نساء لأن النصيرية يعتقدون بأنهم نزلوا من السماء بدون أجسام وأن الأجسام التي كانوا فيها إنما هي أشباه وليست هي بالحقيقة أجسام والنوع الثاني أخفاء مذهبهم عن غيرهم ولا يظهرونه ولو أصبحوا في أعظم الخطر ولو خطر الموت ومن هذه السورة تتميز أربع طوائف النصيرية فعابدوا السماء والشفق حين تلاوتها يضعون اليد اليمنى على الصدر ويجعلون باطن الإبهام على باطن الوسطى وهكذا يتلون وأما عابدوا القمر فيبسطون الكف ناصبين الإبهام لتكون اليد على صورة الهلال عند ابتدائه والبعض يضعون اليدين على الصدر منبسطتين وأطراف الكف الواحد فوق أطراف الكف الآخر ويرفعون الإبهمين إلى فوق بدون التصاقهما ببعضهما فيكون ذلك على هيئة الهلال وعابدوا الهوى يضعون الكف الواحد على الصدر رافعين السبابة إلى خارج ووضعين باطن أنملة الأبهام على باطن الوسطى وجميعهم حين فراغهم من تلاوتها يقبلون باطن أناملهم ثلاث مرات ويرفعونها على رؤوسهم السورة التاسعة واسمها العين العلوية بسر العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية بسر الميم المحمدية الهاشمية الملكوتية الحجابية القرصية النورانية بسر السين السلسلية الجبرائيلية السلمانية البابية البكرية النميرية النصيرية بسر عين ميم سين وبعضهم يختصرونها السورة العاشرة واسمها العقد أشهد أن الله حق وقوله حق وأن الحق المبين علي بن أبي طالب الأنزع البطين والنار مثوى للكافرين والجنة روضة للمؤمنين والماء من تحت العرش يطوف وفوق العرش رب العالمين حمالة العرش الثمانية الكرام الذين هم إليه مقربون عدتي في شدة وعدة كافة المؤمنين سر عقد عين ميم سين التفسير أن الماء الذي يطوف دحت العرش كناية عن النظرة الزرقاء التي بها يرى البشر السماء الزرقاء وحمالة العرش قد مر ذكرهم في تفسير السورة الثالثة السورة الحادية عشر واسمها الشهادة والعامة تسميها الجبل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بشهادة عين ميم سين إشهد علي hein فيها الحجاب الإن إشهد علي شهد علي إيها الباب الكريم إشهد علي يا سيدي المقداد اليمين إشهد علي يا سيدي أبو الدر الشمال اشهد علي يا عبد الله اشهد علي يا عثمان اشهد علي يا قنبر ابن كادان اشهد علي يا نقيب اشهد علي يا نجيب اشهد علي يا مختص اشهد علي يا مخلص اشهد علي يا ممتحن ويا مقرب ويا كروني ويا روحاني ويا مقدس ويا سايح ويا مستمع ويا لاحق اشهد علي يا أهل المراقب ويا عالم الصفة أجمعين إني أشهد بأن ليس إله إلا علي بن أبي طالب الأصلع المعبود ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام ولا رأي إلا رأي شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر البلدان أشهد بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية وليس إله سواها وهي علي بن أبي طالب وأنه لم يحاط ولم يحصر ولم يدرك ولم يبصر أشهد بأني نصيري الدين جندبي الرأي جنبلاني الطريقة خصيبي المذهب جلي المقال ميموني الفقه وأقر في الرجعة البيضاء والكرة الزهراء وفي كشف الغطاء وجل العماء وإظهار ما كتم وإعلان ما خفى وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس قابض على كل نفس الأسد من تحته وذو الفقار بيده والملائكة خلفه والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه والسيد محمد ينادي ويقول هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسجوه وعظموه وكبروه هذا خالقكم ورزقكم فلا تنكروه اشهدوا علي يا أسياد أن هذا ديني واعتقادي وعليه اعتمادي وبه أحيا وعليه أموت وعلي بن أبي طالب حي لا يموت بيده القدرة والجبروت أن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة علينا من ذكرهم السلام تمت التفسير الكلازية يستشهدون بهذه السورة على صحة مذهبهم من قوله وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس فيقولون عن ذلك أن القمر هو الذي يظهر من مطلع الشمس وعابد الشفق يفهمون من هذا القول أن الشفق يظهر من عين الشمس واعتقادهم أن ذلك الإحمرار هو خالق الشمس والشمالية تقول أن الشمس المذكورة هنا كناية عن فاطمة بنت أسد المولود منها علي بن أبي طالب لأن النصيرية كافة يعتقدون أن فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت محمد هما الإسم أي محمد وهو عندهم الشمس السورة الثانية عشر واسمها الإمامية أشهد أن علي أيها النجوم الزاهرة والكواكب النابرة والأفلاك الدابرة بأن هذه السورة المرتية المعينة الناظرة هي علي بن أبي طالب القديم الأحد الفرد الصمد الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم ولا يدخل في عدد فهو إلهي وإلهكم وإلهكم وإلهي إمامي وإمامكم وإمامكم وإمامي إمام الأئمة وسراج الظلمة حيدر أبو تراب الظاهر بالأصلع الباطن بالأنزع الظاهر من عين الشمس القابض على كل نفس الذي له ولعظم جلاله وهيبته وكبرياء سنى البرق لاهوته وتخضعت له الأرقاب وذلت له الأمور الصعاب سر له في السماء وهو إمام في الأرض سر إمام كل إمام سر علي بن أبي طالب قديم الأزل سر حجابه السيد محمد وبابه السيد سلمان باب الهدى والإيمان علينا من ذكرهم الرضا والسلام التفسير يبان من هذه السورة أنهم يعبدون إلها منظورا موجودا غير مفقود وهذا الإله هو علي بن أبي طالب أما الشمالية فيعتقدون بأنه السماء وأما الكلازية فيعتقدون بأنه القمر وهذا كل منهم يقدم تفسيرا حسب غرضه كما يوافق مذهبه السورة الثالثة عشر واسمها المسافرة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أصبحنا وسجدنا وأصبح الملك لله وسبح الملك لله بسم الله وبالله وسر السيد أبي عبد الله سر الشيخ وأولاده المختصين الشاربين من بحر عين ميمسين فهم واحد وخمسون منهم سبعة عشر عراقيا وسبعة عشر شاميا وسبعة عشر مخفا وهم واقفون على باب مدينة حران يأخذون بالحق ويعطون بالحق ومن يتدين بديانتهم ويعبد عبادتهم وفقه الله إلى معرفته ومن لا يتدين بديانتهم ولا يعبد عبادتهم فعليه لعنة الله بسر الشيخ وأولاده المختصين بسرهم أسعدهم الله أجمعين التفسير إن النصيرية عندما يرون ذكر مدينة في كتبهم الباطنة فيؤولونها على السماء ويزعمون أن سكانها هم الكواكب كما يوجد ذلك مصرحا في الرسالة المصرية وغيرها وأما الشيخ المذكور في هذه السورة هو سيدهم الخصيبي والواحد والخمسون هم تلاميذه بعضهم من العراق والشام وبعضهم من الفرس والعجم ومدينة حران كناية عن السماء كما ذكرنا آنفا والواحد والخمسون الواقفون على أبوابها يعتقدون بأنهم كواكب وهم من رتبة العالم الصغير ومعنى أخذهم بالحق وإعطائهم هو من استشفع بهم ويقرب ذبائح لإسمهم يداركونه ويخلصونه ويأخذونه إلى بيتهم والذي يكفر بهم ينتقمون منه ويولجون روحه في هياكل المسوخية السورة الرابعة عشر واسمها البيت المعمور والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بسر طالب وعقيل وجعفر الطيار هم إخوة علي بن أبي طالب نور من نور وجوهر من جوهر وعلي بن أبي طالب منزه عن الإخوة والأخوات والآباء والأمهات أحدا بدا موجود باطن بغير غمود سر البينات وسقف البيت وأرض البيت وأربع أركان البيت أما البيت فهو السيد محمد وسقف البيت أبو طالب وأرض البيت فاطمة بنت أسد وأربع أركان البيت هم محمد وفاطر والحسن سر الزاوية الغامضة الخفية التي هي في نصف البيت هي محسن سر الخفي سر صاحب البيت العلوي الشريف الهاشمي الذي هشم القرون وكسر الأصنام علينا من ذكره الرضا والسلام التفسير اعلم أن هذه السورة قد رتبها سلفاؤهم بإقامة الحجج وهو أن البيت المأمور في القرآن زيارته وأركان البيت وسقفه وحيطانه هو كناية عن معرفة أولئك الأشخاص كقول الشيخ إبراهيم الطوسي في عينيته أيا قلب بيت الله هو حجابه وأما الصف المقداد للضد قامع ومروة مذكور أبو الدر شخصها شعيره سلسل إلى الذات خاضع وعتباته الحات أيا القلب شخصها وحلقة باب البيت جعفر طالع البيت هو الحجاب السيد الميم والصفي هو المقداد والعتبتان هما الحسن والحسين وحلقة الباب هي معرفة جعفر الصادق والمروة معرفة أبي الدر والمشعر الحرام معرفة سلمان الفارسي ويوجد ذلك مصرحاً في أكثر كتبهم ومعرفة هؤلاء الأشخاص هو نهاية حجتهم ومعنى معرفتهم أي أن تكون بالروية كاعتقاد النصيرية كافة أن الشمس هي محمد ولا يقع الاختلاف سوى بالمعنى والباب فخاصة الكلازية يعتقدون بأن القمر هو المعنى وأما الشمالية فيعتقدون بأنه سلمان الفارسي وخاصة الشمالية تعتقد بأن السماء هي المعنى علي بن أبي طالب وأما الكلازية فيعتقدون بأنها الباب سلمان الفارسي وكذلك شركاؤهم كل منهم يفسر هذين الشخصين أي المعنى والباب كما يوافق اعتقاد مذهبه وأما سعي المسلمين إلى مكة فهو باطل عندهم ومذموم كما قال بعض شيوخهم في هذا المعنى ولقد لعنت لمن يحرم شربها وجميع أهل الشام والحجاج أي معرفة عين ميم سين وسيدهم محمد بن نصير العبدي البكري النميري ذم الحجة في زيارته الأولى من الثلاث زيارات النميرية الموجودة في كتاب مجموع الأعياد بقوله جعلوا لك قبرا وظنوا بأنك فيه مدفون وهم يزورونك ولكنهم بالحقيقة كاذبون وأيضا بكتاب التأييد للشيخ محمد الكلازي إذ يستند على كتاب الهفة الذي يتهمون بتأليفه جعفر الصادق حيث يقول أن المفضل سأل جعفر الصادق عن هذه البناية التي يسعى إليها المسلمون ظنين أنها بيت الله فأجابه الصادق إنه هذا رأس الكفر وهي آلة الأصنام لأنها حجارة كالأصنام ويسعون إليها بالقرابين من ضعف عقلهم وقلة فهمهم فأجيبهم عن ذلك أنهم ينهون عن هذا العمل وعندهم زيارة ما هو أدنى منها أي المزارات والأشجار التي لا يحصى عددها وبهذا يصدق عليهم قول الشاعر القابل تفكرت يا أخي في أمور عجيبة بحكيم يداوي الناس وهو أصفر وحياك عريان من اللبس دائما وكحال يوصف كحلا وهو أعور وقال غيره شرع الطبيب بأن يداوي غيره ونسي الطبيب فؤاده يتوجع السورة الخامسة عشر واسمها الحجابية سر الحجاب العظيم سر الباب الكريم سر سيد المقداد اليمين سر سيد أبو الدر الشمال سر الملكين الكريمين الطاهرين هما الحسن والحسين سر الوليين هما نوفة بن حارثة وأبو برذة سر الصفي وعالم الصفي سر كل كوكب في السماء سر قدس العلا وسكانه علينا من ذكرهم الرضا والسلام تم السورة السادسة عشر واسمها النقيبية فنقبوا في البلاد هل من محيص تذكر أسامي السادة النقباء الذين اختارهم السيد محمد من السبعين رجلا في ليلة العقبة في وادي ميناء أولهم أبو الهيثم مالك ابن التيهان الأشهلي والبر ابن مغرور الأنصاري والمنذر ابن لودان ابن كناس الساعدي ورافع ابن مالك العجلاني والأسد ابن حسين الأشهلي وعباس ابن عبادة الأنصاري وعبادة ابن صامت النوفلي وعبد الله ابن عمر ابن حسام الأنصاري وسالم ابن عمير الخزرجي وأبي ابن كعب ورافع ابن ورقة وبلال ابن رباح الثنوي سر نقيب النقباء ونجيب النجباء سيدنا محمد ابن سنان الزاهري علينا من ذكرهم الرضا والسلام إلى هنا صلوات النصيرية الخاصة والعامة من الطوايف الأربع التي بها يبرهن كل منهم صحة مذهبه وأما نساؤهم كافة فلا يعلمونهن من هذه الصلوات شيئا بل يعلمونهن سورة رفع الجنابة فقط لاعتقادهم أنهن لا يتطهرن بدون تلاوة هذه السورة وهي هذه مديت يدي إلى هذه الماء الجارية الهادية المهدية التي هداها ربها من درة إلى درة إلى فاطمة الزهراء شلقت شلقة على جنب اليمين توكلت على علي أمير المؤمنين شلقت شلقة على جنب اليسار توكلت على العزيز الجبار شلقت شلقة على رأسي يا ربي رب الناس ترفع عني هذه النجاسة من إلى رأسي وجميع مفاصل سنة فرض كما رفعت السماء عن الأرض شلقت شلقة إلى خلف توكلت على القمر والشمس شلقت شلقة إلى قدام توكلت على الثرية والميزان شلقت شلقة على الذي هو بشخص فلان وفلان وفلان فيشتمونهم وهكذا يتطهرن وكذلك الرجال لا يتطهرون من الجنابة بدون تلاوتها كما تقلدوا ذلك عن سلفائهم الفصل الثاني في الأعياد إن للنصيرية أعيادا كثيرة منها أن كل رجل غنيا ملتزم يعمل عيدا أو عيدين أو ثلاثة حسب طاعته لمذهبه وأكبر أعيادهم عيد الغدير يقع في الثامن عشر من ذي الحجة والذين يعملون هذا العيد في أذنة هم الشيخ صالح بن سمرة والشيخ عيد الأعور بن الشيخ عيد والشيخ أحمد بن شيخ المنكولية القاطن في أذنة وفي الحاضرلية الشيخ إبراهيم بن الشيخ منصور وفي نواحي أنطاكية في قرية يقطو الشيخ إبراهيم بن الشيخ إسماعيل وفي الدرسونية الشيخ محمد بن الشيخ خضر بكفلاوي ثم عيد الأضحية في العاشر منه تذكارا لإسماعيل بن هاجر فالذين يعملونه في أذنة هم الشيخ صالح بن سمرة والشيخ صالح شيخ القصب وغيرهما في السادس عشر من تشرين الأول عيد المهرجان فالذي يعمله في أذنة هو محمد علي بن صاري باشا ثم عيد البربارة في الرابع من تشرين الثاني فالذي يعمله في أذنة هو الشيخ يوسف بن علي بن رجب من الأوبة وبعد أسبوع عيد أيضا وبعد أسبوع عيد آخر ثم عيد ميلاد السيد المسيح ليلة الخامس عشر من كانون الأول فالذين يعملونه في أذنة هم مرشدي الثاني الشيخ صالح الجبلي ثم ابن عمي الشيخ محمد في الحارة الجديدة ثم عيد الغطاس في السادس من كانون الثاني فالذان يعملانه في أذنة هما حسن بن قطاعة من الأوبة ومحمود بن شيخه ثم عيد السابع عشر من آذار فالذان يعملانه في أذنة هما مرشدي الأول أحمد أفندي بن رضوان آغة وإبراهيم بن الطويل وغيرهما ثم عيد أول نيسان يعمله الشيخ حسن من يوكسك طولاب ثم عيد الرابع يعمله الشيخ علي الصدرية ابن الشيخ سليمان من حارة الخضر وغيره ثم عيد الخامس عشر منه يعملونه أولاد الشيخ إسماعيل من بوكسك طولاب ثم عيد التاسع من ربيع الأول الذي اسمه غدير الثاني يعمله الشيخ حاتم الأعور الذي هو جانب الحارة الجديدة ثم عيد ليلة النصف من شعبان يعمله ابن الشيخ عبد الله من بيت سمرة وشعبان ابن الصارقجي وأعياد كثيرة لا أذكر أوقاتها كعيد يوحنى المعمدان ويوحنى فم الذهب وعيد الشعانين والعنصرة وعيد لمريم المجدلانية ومن الليالي فالليلة الأولى من رمضان يعملها حسن الكاسبجي من الباقر صندية ثم ليلة السابع عشر فالذي يعملها مرشد الثاني الشيخ صالح الجبل وغيره ثم ليلة التاسع عشر يعملها مرشد الأول أحمد أفندي وعيسى ابن البيرق دار من يوكسك طولاب ثم الليلة الحادية والعشرون يعملونها بيت الصارقجي من زقاق السلطانية ثم ليلة الثالثة والعشرين يعملها رجل اسمه أبو زيد من القرى حمدلية وهو الآن قاطن بالحارة الجديدة ثم ليلة السابعة والعشرين منه فيعملها علي ابن البطة وغير ذلك من الأعياد والليالي يعملونها النصيرية في البلاد التي هم قاطنون فيها وهذه الأعياد انتهت إليهم من سلفائهم وستنتهي بعدهم إلى خلفائهم ولا يمكن أن يتركها نسلهم وأما الحسنات والنذورات لم يعينوا لها أوقات فيعملونها متى شاء وأرجو من قارئ كتابي هذا أن يميز هذه الأوقات المذكورة ويرتقب تلك الأيام المعلومة عند هؤلاء المذكورين فإنه يرى الذبايح والطبايخ والناس مجتمعين أفواجا فكان أهل المدن يعملون أعيادهم غلسا لكي لا يظهر عليهم أحد وأما سكان القرى فلا يبالون وعندهم أعياد الفرح في رمضان كالإسلام وعيد الضحية في اليوم العاشر منذ الحجة ثم عيد رأس السنة في اليوم الأول من كانون الثاني فسكان القرى يعتبرونه أكثر من ذينك العيدين وأما سكان المدن فلا يعتبرونه لكي لا تظهر عليهم الإسلام بل يعتبرون ذينك العيدين للفرح فقط الفصل الثالث في وظيفة المشايخ النصيرية وصلوات أعيادهم إن النصيرية لهم ثلاث رتب من الشيوخ أما الرتبة الأولى فهي رتبة الإمام والثانية هي رتبة النقيب والثالثة هي رتبة النجيب فمتى حانا يوم عيدهم تجتمع الناس إلى بيت صاحب العيد ويأتي الإمام ويجلس ويضعون أمامه خرقة بيضاء فيها محلب وكافور وشموع وورق الريحان أو الزيتون ويقدمون إناء مملوء خمرا أو نقيع العنب أو الزبيب ويجلس نقيبان أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره ثم يميز صاحب العيد نقيبا آخر للخدمة وبعد ذلك يتقدم ويقبل يد الإمام ويد النقيب الذي عن يمينه ثم يد الذي عن شماله وبعد ذلك يد النقيب الممتاز للخدمة فينهض النقيب ويضع يديه على صدره قائلا الله مسيكم بالخير يا أسيادي ويصبحكم بالرضا والسعادة هل ترضوني خادما لكم في هذا العيد المبارك أو الوقت المبارك على كيس صاحب العمل فلان الله بارك عليه فيجيبه الحاضرون نعم حينئذ يقبل الأرض طاعة للحاضرين ويأخذ بيديه ورق الريحان ويفرق عليهم وهو يتل هذه الآية واسمها سطر الريحان قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم صل على أسماء أشخاص الريحان هم صعصع بن صوحان وزيد بن صوحان العبدي وعمار بن ياسر صاحب الفضل والمآثر ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حديقة صلوات الله عليهم أجمعين تنبيه قد تركت هذه الصلوات الآتية كالسور الماضية بلا إعراب وكذلك الحاضرون يتلونه أيضا ويأخذون ذلك الورق ويفرقونه بأيديهم ويجمون رائحته نظير ما رأى حزقيال النبي صاد ثمانية عين سبعة عشر ثم بعد ذلك يأخذ تستماء ويضع فيه محلبا وكافورا ويقرأ هذا القداس واسمه قداس الطيب أو الطيب يا أيها المؤمنون انظروا إلى مقامكم هذا الذي أنتم به مجتمعون وانزعوا الغل من قلوبكم والشك والحقد من صدوركم ليكمل لكم دينكم بمعرفة معينكم واستجاب منكم دعاءكم ويكرم مثواكم مولانا ومولاكم اعلموا أن علي بن أبي طالب قائم معكم وحاضر بينكم ويسمع ويرى ويعلم ما فوق السماوات السبع وما تحت الثرى وهو عليم بذات الصدور العزيز الغفور استغفر الله العظيم إياكم إياكم يا إخوان من الضحك والقهقها في أوقات الصلوات مع الجهال فإنها بئس الفعال وتقرب الآجال وتهبط صالح الأعمال ولكن اصغوا واسمعوا لمقال السيد الإمام لأنه قائم فيكم كقيام الفرد الصمد العلي العلام إن مزجنا لكم هذا الطيب على هذه النية كما مزجت السماوات في السبعة الإمامية في خالص عقد النفوس الجوهرية تنزيها للصورة البشرية المرية الأنزعية طيب بها أنفسكم الطاهرة الذكية من سائر الأفعال الردية لقد خص بها من الميم للسين في كل وقت وحين آليا آليا فهو علي إله له الدين الخالص إنما يدعون من دونه باطل وعبادة المخلوقات هي الرأي العاطل لأنه تعالى عز شأنه في علو مكانه السميع العليم العلي العظيم انتهى ثم يسكب على يد الإمام ملعقة من الطيب ويناول الطست للنجيب ليسكب على يد كل منهم ملعقة منه فيدور عليهم به ويقرأ عند المناولة هذه الآية واسمها سطر الطيب قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سبحان من أحيا الميت بأرض الصرصر بقدرة مولانا العلي الأكبر الله أكبر الله أكبر وكذلك الحاضرون يتلونها عند التناول ويغسلون وجوههم ثم إن النقيب يأخذ مجمرة بخور وينهض قائما ويقرأ القداس الثاني واسمه قداس البخور وهذا هو قداس البخور وروايح تدور في البيت المعمور في محل الهنى والفرح والسرور قال إنه كان شيخنا وسيدنا محمد بن سنان الزاهري علينا سلامه يقوم إلى صلاة الجامعة في كل يوم وليلة مرة أو مرتين ويأخذ بيده يقوتة حمراء وقيل صفراء وقيل خضراء تنزيها لفاطمة الزهراء ويبخر الأقداح ويتتم الأفراح ويبخر بها عيد النور في وقت الزينة والزهور اعلموا يا مؤمنين أن النور محمد والليل سلمان بخروا أقداحكم وأنيروا مصباحكم وقولوا بأجمعكم الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا فضله تأمم وسره كاتم إنه جواد كريم علي عظيم آمنوا وصدقوا يا مؤمنين أن شخص عبد النور حلال لكم معكم حرام عليكم مع غيركم انتهى المراد هنا بعبد النور الخمر ثم يبخر الإمام وكل الجالسين عن يمينه ويساره ويناول النجيب المجمرة ليبخر الجماعة وحينما يدور عليهم يتلو هذه السورة واسمها سطر البخور أو البخور اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى ثم يذكر أسماء ابني ابنته الأحد عشر المار ذكرهم في تفسير السورة الثالثة وبعد ذلك يقول صلوات الله عليهم أجمعين والمبخرون يتلونها أيضا ثم يأخذ النقيب بيده كأس خمر ويقوم قائما ويقرأ القداس الثالث واسمه قداس الأذان وهذا هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجهت وجهت وجهي إلى السيد محمد المحمود وطالب سره المقصود وعينه الودود مقرا بالمعرفة والتجليات والصفات ومنزها المعنى بالذات هو عين العلوية الذاتية الأنزعية هو المعنى علي المتعال وأما فاطر ذو الجلال والحسن ذو الكمال ومحسن سر الخفي المفضال إني عبد بالمؤمنين مقر بما قر به السيد سلمان في وقت الندى والأذان أذن المؤذن في المأذن وبلغ القوم في أذانه وهو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد بأن ليس إله إلا علي أمير النحل الأصلع المعبود ولا حجاب إلا السيد محمد الحمد الأجل الأعظم المحمود ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود وأن السيد محمد حجابه المتصل ونبيه المرسل وكتابه المنزل وعرشه العظيم وكرسيه المتين وأن السيد سلمان سلسلة سلسبيلة بابه الكريم ونهجه القويم الذي لا يؤتى إليه إلا منه وسفينة النجاة وعين الحياة حي على الصلاة حي على الصلاة صلوا يا معشر المؤمنين تدخل الجنة التي أنتم بها موعودين حي على الفلاح حي على الفلاح تفلحون يا مؤمنين وتخلصون من كثايف الأبدان وظلمة الأجسام وتسكنون بين الحور والولدان وتعينون مولاكم الجليل أمير النحل العلي الكبير الله أكبر الله أكبر مولاكم أمير النحل علي أكبر مما تكبر وأعظم مما تجبر صمدا لا يرام عزيزا لا يضام قيوما لا ينام الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة على أربابها وثبتت الحجة على أصحابها أسألك يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب أن تقيمها وتديمها كما دامتا السماء والأرض واجعل السيد محمد ختامها وصيامها وصلاتها والسيد سلمان سلامها وزكاتها والمقداد يمينها ومعينها وأبو الدر شمالها وكمالها والعالمين سبيلها والمؤمنين دليلها إلى الأبد آمين انتهى ثم يتناول الإمام القدح ويملي كأسا آخر ويناولها للمجالس على اليمنى وكأسا للمجالس على اليسار وعند المناولة يتلون هذه الآية وهي أشهد أن مولاي ومولاك أمير النحل علي بن أبي طالب الذي لا حال ولا زال ولا ينتقل من حال إلى حال وأشهد أن حجابه السيد محمد وبابه السيد سلمان ولا منفصل بين المعنى والاسم الباب وبعد ذلك يقول المناول للمتناول خذ يا أخي هذا الكأس بيمينك واستعين بمولاك علي بن أبي طالب يدبرك ويعينك فيجيبه المتناول هات يا أخي ما في يمينك واستعين بربك وخالقك فهو يدبرك ويعينك على أمور دينك ثم يقبلان أياد بعضهما ثم ينهض النقيب ويضع يديه على صدره ويقول الله مسيكم بالخير يا إخوان ويصبحكم بالرضى يا أهل الإيمان سامحون من الغلط والسهيان لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأجل أنه يخطئ وما تم الكمال إلا لمولانا علي ذي الجلال وهو بكل شيء عليم ثم يقبل الأرض ويجلس وبعده يتفوه الإمام نحو الجماعة قائلا الله مسيكم بالخير يا إخوان ويصبحكم بالرضى يا أهل الإيمان هل ترضوني خادما لكم في هذا النهار المبارك على كيسي صاحب العمل بارك الله عليه ثم يقبل الأرض وكذلك الجماعة أيضا ويضربون تمني ويقولون قبلناك شيخنا وسيدنا ثم يقول الإمام قد روى الخبر عن مولانا جعفر الصادق الصامت الناطق الفاتق الراتق أنه قال في أوقات الصلاة لا يجوز أخذ ولا عطاء ولا بيع ولا شراء ولا حديث ولا شوشرة ولا حرج ولا مرج ولا حديث فوق الريحان إلا الصمت والاستماع وكلمة آمين اعلموا يا إخوان من كانت على رأسه عمامة سوداء أو بإصبعه كشتبان أو في وسطه سكين ذات حدين فصلواته غير جايزة وأكبر الذنوب الخطاء فوق الريحان وما على الرسول إلا البلاغ المبين ثم يقبل الأرض ويقول هذه الطاعة لله ولكم يا إخوان ثم يخر الحاضرون ويقبل الأرض ويرفعون أيديهم على رؤوسهم ويقولون طاعتك لله تعالى يا شيخنا وسيدنا ثم يقرأ الإمام التبري وهذا هو استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم من جميع الخطايا والبلايا والزلل على نية الصلاة نصلي إن شاء الله تعالى ثم يذكر اسما ومن أسماء أوقات الصلاة وقد مر ذكرها في تفسير السورة الثالثة فلتراجع هناك أسألك يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب أن تجعلها منا ساعة إجابة وساعة غفران وساعة رضوان وتقبلها بأحسن قبول بحق السيد الرسول وفاطمة البتول ومحسن سر الخفي والليل الساجي السدول أن تقبلها منا كما قبلتها من أوليائك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين من الأولين والآخرين روى الخبر عن أبو شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري أنه قال من أراد النجاة من حر النيران فليقل اللهم إلعن فيئة أسست الظلم والطغيان الذين هم التسعة رهط المفسدين الذين أفسدوا وما أصلحوا بالدين الذين هم إلى جهنم سايرين وإليها صالين أولهم أبو بكر اللعين وعمر بن الخطاب الضد الأثيم وعثمان بن عفان الشيطان الرجيم وطلحة وسعد وسعيد وخالد بن الوليد صاحب العامود الحديد ومعاوية وابنه يزيد والحجاج بن يوسف السقفي النكيد وعبد الملك بن مروان البليد وهارون الرشيد خلد عليهم اللعنة تخليدا ليوم الوعيد يوم يقال لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم إنك يا علي بن أبي طالب تفعل ما تشاء وتحكم بما تريد وأسألك أن تنزل سخطك وعذابك على إسحاق الأحمر المخزول وإسماعيل بن خلاد الجهول ولعن الشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوق والشيخ محمد المغربي والشبل المرجان والشيخ عبدالقادر الكيلاني وكل يهوديا ونصراني ولعن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وأنزل يا أمير النحل يا علي بن أبي طالب سخطك وعذابك على الجلد بن كركر وإسحاق الأحمر وعاقر الناقة قيدار وحبيب العطار فأدخلهم في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليهم اللعنة تسعة عشر ولعن لعابي القرود ومساكي الحيات السود وجميع النصارى واليهود وكل من يعتقد في علي بن أبي طالب آكلا أو شاربا أو مولودا أو ناكحا لعنهم الله لعنهم الله واجعل اللعنة على يوحنى مارون البطرك الملعون وعلى كل من أكل خيرك وعبد غيرك وأبرينا منهم براءة تامة تبرية اللحم عن العظم بحرمة علي ومحمد وسلمان وبفضل عين ميم سين ثم يمسح بيده على صدره قائلا للحاضرين نتبرأ من هؤلاء الشياطين الخبثاء المارقين على فضل عين ميم سين وكذلك الجميع ويقبلون أياد بعضهم يمينا ويسارا ثم يقرأ الإمام الفاتحة والمعوزتين وما بعدهم إلى سورة الشمس وضحاها وبعد ذلك يقرأ آيات الكرسي وغيرها من آيات القرآن حسب إرادته وبعد فراغه من آيات القرآن يقول للجماعة اعلموا يا إخوان أن مثل هؤلاء شواهد وآيات كثيرة تدل على معرفة العلي الكبير أسألك يا أمير النحل يا علي يا عظيم بحرمة هؤلاء الشواهد والسور والمعاجز والقدر وبحرمة السيد محمد الذي هو من نور ذاتك انفطر بأن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير وهذا الإحسان وهذا الأثر ويجعل محلكم معمر وفرعكم أخضر وعدوكم مدمر يبارك عليكم مولاكم العلي المقتدر النافخ في الصور اللهم صلي وسلم على سيدنا الخضر الأخضر ونبي الله الإسكندر والملك جعفر الطيار والسلطان حبيب النجار وسيدي ميثم الثمار ويقدس ويرحم روح سيدي الشيخ حسن الأسمر والشيخ إبراهيم بن قشمر والشيخ خليل منور والشيخ علي في الصنوبر ويجعلها مساء وليلة مباركة علينا وعليكم يا إخوان يا من حضر بحرمة العزيز المقتدر يا أمير النحل يا علي يا عظيم ثم يبدأ بأقوال باطلة وتقديم المجد والعبادة إلى علي بن أبي طالب وقداسات كثيرة اقتصرنا عن ذكرها حتى ينتهي إلى قداس التمام واسمه قداس الإشارة وهذا هو الحمد لله على التمام علي نور الأنام علي رب العزة علي فالق الحبة علي باري النسمة علي ينبوع الحكمة علي مفتاح الرحمة علي سراج الظلمة علي جبار الجبابرة علي مبيد الأكاسرة علي صاحب القباب الفاخرة علي إمام المحراب علي قالع الباب علي مفرج الكربات علي صاحب المعجزات علي داحي الأرض علي حبه فرض علي نزهة الشيب علي عالم الغيب علي مالك الدنيا علي صاحب الآخرة والأولى علي شق الصخر علي نور الفجر علي نهر الخمر علي أبو الحسن علي نهر اللبن علي معلل العلل علي مفني حركات الدول علي نهر العسل علي نهر الماء علي رافع السماء علي بديع الزمان علي رافع الشان علي كثير العجايب علي رب المشارق والمغارب علي حيدر الأصلع علي البطين الأنزع علي صاحب النون علي السر المسكون علي شجرة الزيتون علي عالم ما في الصدور علي البحر المسجور علي صاحب القدرة علي شق الصخرة علي سورة البقرة علي فارس الفوارس علي محي العظام الدوارس علي منزل الكتاب علي مفرق السحاب علي رد الشمس علي قابض على كل نفس علي العزيز الجبار علي قادر قهار علي ضارب بذور الفقار علي حيدر الكرار علي جبار الأرض علي صاحب النوافل والفرض علي أحد فرد علي هابيل علي شيت علي يوسف علي يوشع علي أساف علي شمعون الصفة وإلى هذا المعنى نسج ونقدس ونهلل ونكبر ونمجد ونعظم إلى ما أشارت إليه الأولين ودلت على قدم معنويته الأنبياء والمرسلين ونشير إلى ما أشار إليه شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي ونشير إلى ما أشار إليه جده محمد بن نصير العبدي البكري النميري ونشير إلى ما أشار إليه سلمان الباب ودل على معنويته السيد محمد الحجاب في السبعة الأقباب من هابيل الرضا إلى حيدر أبو تراب اعلموا يا إخواني أن إلهكم معنا المعاني القديم الأحد الفرد الصمد إن بولايته ترتفع إلى جنان الرضا وزيادة الأنوار اعلموا أن هذه صلاتنا وحجتنا وزكاتنا وإشارتنا وعبادتنا في سر سرنا وخالص يقيننا إلى علي بن أبي طالب الأنزع البطين الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينثني في قسم ولا يدخل في عدد ولا يحول ولا يزول ولا تغيره الأزمنة والدهور المكنى بحيدر أبي تراب الذي له ولعظم جلال هيبته وكبرياء سنبرقه لاهوته تخضعت له الرقاب وذلت له الأمور الشداد الصعاب أستغفر الله ثم يرفعون أيديهم على صدورهم ويتلون سورة الإشارة وهي السورة الثامنة فكل طايفة ترفع يدها بحسب مذهبها كما أوضحنا ذلك في تفسير السورة المذكورة وبعد ما يفرغون منها يأخذ الإمام بيده قدح قمر ويقرأ خبرا عن الحسين بن حمدان الخصيبي توحيدا لعلي بن أبي طالب وبعد فراغه يأمر الجماعة بالسجود وهي السورة السادسة وبعد الفراغ منها يأخذ الإمام القدح الذي بيد الجالس عن يمينه ويمزجه مع الكأس الذي بيده ويقول عند مسجه أرأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ثم يقرأ هذه الترنيمة التي هي للحسين بن حمدان الخصيبي حكم ساقها إليكم أخيكم عبد عبد لثاني عشر يدور جنبلانيكم سليل خصيب يستقيها من فيض بحر الزخور من عيون التسنيم يسقى رحيقا سلسبيلا مختما بعبير ثم يتل السورة التاسعة وكذلك الجماعة ثم يشرب من كأسي قليلا ويناوله للجالس عن يمينه ويأخذ الكأس الآخر من الجالس عن شماله ويشرب منه قليلا ويناوله إياه أيضا ويناول الكأس الذي كان معه إلى النقيب الخادم فتدور الكؤوس بينهم من واحد إلى آخر وعند المناولة يقبلان أيدي بعضهما المناول والمتناول ويقول المناول للمتناول تفضل اشرب يا أخي وسيدي سر عين ميمسين ثم يأخذ القدح فيشرب ويقول المناول سقاك الله يا أخي وسيدي فيجيبه المناول هنّاك الله في شرابك ومشروبك وبلغك مقصودك ومطلوبك فتجيب الجماعة بعد انتهاء المناولة وتقول آمين وحينئذ يقرأ الإمام آيات من سورة الشعراء وهي هذه طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ولله الركعة يا مؤمنين وبعد فراغهم من الركعة التي هي السورة السادسة يقرأ حينئذ دعاء اليمين وهذا هو أسألك يا أمير النحل يا علي يا عظيم بحق هذه الصلاة والسجود والزيارات والحدود والبروق والرعود وبنوح وهود وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد وزبور داود وبحق صورتك صورة الوجود المرئية في الضياء والظل والحدود وبحق يتيمك المقداد ابن الأسود الكندي الذي قدت منه عالم الصفى قدود بعد قدود وبنورك المشتق من باطن العمود أي عمود الصبح الذي هو حمرار الشمس عند طلوعها وغروبها بأن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير وهذا الإحسان وهذا الجود ويجعل خيره علينا وعليكم مورود والشر عنا وعنكم مبعدا مطرود ويهلك عنا وعنكم شر الأوباشي والضدود ويرحم لنا ولكم من هو تحت التراب ملحود اللهم صلي وسلم على سيدي الخضر الأخضر والملك جعفر الطيار والسلطان حبيب النجار الذي نجر العمودة بالعود والسلطان إبراهيم وولده محمود ويقدس ويرحم روح سيدي وأستاذي الشيخ حسن ماسك وطأ العوجة والشيخ حسن الأجرود والشيخ علي الصويري والشيخ علي بن ممدود والشيخ سعد وأخيه الشيخ مسعود وبالسفرقية الشيخ داود ويقدس ويرحم أرواح جميع المؤمنين في أربع أركان الدنيا والحدود علينا وعليكم السلام من علي الأنزع المعبود سلموا تسلموا من جميع البلى والنكود وبعد فراغهم من سورة السلام التي هي السورة السابعة يقرأ دعاء الشمال وهذا هو ابتدأت وتوسلت إليك يا أمير النحل يا علي يا عظيم يا قديم الأيام يا صاحب العصر والزمان بحق أربعة عشر مرتبة من مراتب السلام منها سبعة عتة للعالم الكبير وسبعة أخرى عتة للعالم الصغير بحق ما بينهما من التسبيح والتكبير والتعظيم والتقديس والتذكير بشبر ومشبر وإشبير وبالأسكندر وأزدجير بالجب والدروي وزليخة والصاعي والعير بأصحاب أهل الكهف وكلبهم قطمير وبالمغارة والقنطرة والشب المسجة على السرير وبحق من غاز وحارب وقاتلت جان في قرار البير بأربع بيعات لمولانا العلي الكبير بيعت دار الخيزران وبيعت أم سلمة وبيعت الرضوان تحت الشجرة وبيعت خم أي ثرف يوم عيد الغدير بأن تخلف وتبارك أصحاب هذا الجود والإحسان والخير ويدبر حالنا وحالكم بأحسن التدبير ومهما أمسكتموه بأيديكم يقبلوا ويصير ويتقبل عليكم الحنطة والشعير والذرة والسمسم والقطن والحرير ويقدس ويرحم روح سيدي الشيخ محمد الكبير والشيخ حيدر الكبير والشيخ إبراهيم بضاش دمير والشيخ يوسف القصير ويقدس أرواح جميع المؤمنين في أربع أقاطير انتهى وبعده يقرأ سطر البخور المار ذكره ثم يختم صلاته بهذه الترنيمات للحسين بن حمدان الخصيبي وتتبعه الجماعة الترنيمة الأولى يا ظاهرا لم تغب عنا وباطنا لم تزل فردا صفاتك الخالقات حسبي وبابك السلسلي حمدا أجب لدعيك واعف عنا وارحم ما مضى قبلا وبعدا نحمد الله بالحق حمدا واختم صلاتي بالعين فردا الترنيمة الثانية منك بدى ظاهر الصفات وكل خير منك يأتي يا أحدا لم يحط منه لا بصفات ولا بذات وجهك لي قبلة أصلي إليه من سائر الجهات يا كل كل وأنت كل ويا عليا وفيك أختم صلاتي الترنيمة الثالثة كلما نابني من الدهر خطب صحت يا جعفر إله الأنام أنت ربي وخالقي ومليكي وأنت ذو الكبرياء ولي النعام وأنت فوق السماء على العرش تعلو وأنت في الأرض حاضر على الكلام وأنت أسماؤك الحسين وموسى وعليا وأنت محيل عظامي ثم يقرأ بعدها هذه التوسلة أسألك يا أمير النحل يا علي يا عظيم بحرمة هذه خاتمة الديوان وبآدم وأنوش وقينان وبحرمة عيد الضحى والمهرجان وبعيد الخميس النصف من شهر نيسان وبليلة النصف من شعبان وبخمس ليال من شهر رمضان بحقهم عندك يا علي يا قديم الزمان يا من لا يشغلك شأن عن شان يا أبا الحسنين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان بحق حجابك السيد محمد وبابك السيد سلمان وبحلتك الطيلسان والأرجوان أن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير والجود والإحسان وتبدل همهم بأمان واجعلهما مساء وليلة مباركة ونهار مبارك عليكم يا إخوان وينصركم على كل عدو ضثمان ويسلم لكم الغلمان بحرمة بيت الحكمة وقديم الزمان يا أمير النحل يا علي يا عظيم تمت أستغفر الله ثم يقول نحو الجماعة سامحونا يا إخوان من الغلط والسهيان والزيادة والنقصان لأنه كل إنسان يسهى وينسى وما تم الكمال إلا لمولاكم علي ذي الجلال وهو فوق كل ذي علم عليم وهذه الطاعة لله ولكم يا إخوان يا مؤمنين ثم يقبل الأرض وكذلك الجماعة ويجيبونه طاعتك لله يا شيخنا وسيدنا وينهضون جميعا قايمون ويقبلون أياد بعضهم يمينا ويسارا ومن يكون قريبا إليهم وحينئذ يطفئون الشمع إذا كان نهارا ويأتي صاحب العيد ويفرق الزكاة وهي دراهم للإمام والنقيب ولجميع القارئين ثم يأخذ الإمام المجموعة ويقرأ عليهم قليلا من خرافاته ويأمرهم بالركعة فيركعون وبعدها يأمر الإمام الجالس على اليمين بأن يقرأ دعاء اليمين المار ذكره ثم يأمرهم أن يتلو سورة السلام وبعدها يأمر الإمام أيضا الجالس عن شماله أن يقرأ دعاء الشمال الذي قدمنا ذكره ويقول بآخره هذه الطاعة لله ولكم يا إخوان يا من حضر ويقبل الأرض وكذلك الجماعة ويقبلون أياد بعضهم بعضا يمينا ويسارا ثم ينهض الإمام قائما ويكشف عن رأسه والجماعة أيضا ثم يأمرهم بتلاوة الفاتحة قائلا الفاتحة يا إخوان في إبادة الدولة العثمانية واستظهار الطائفة الخصيبية النصيرية وغير ذلك كثيرا يطلبون من ربهم لأجل إبادة الحكام المسلمين وبعد انتهاء ذلك ينهض الخدامون ويضعون أمام الجميع طعاما ويقدمون الرأس للإمام فيفرق منه قليلا إلى القريبين إليه ثم يأكلون وينصرفون أما في أعياد نيسان والسابع عشر من آذار والسادس عشر من تشرين أول التي يسمونها النيروز ففي تلك الأعياد عند ابتداء الصلاة يضعون قدام الإمام طست ماء كبيرا ويضعون فيه أغصان زيتون أو ريحان أو صفصاف وبعد انتهاء الصلاة يكشفون رؤوسهم جميعا ويقوم النجيب ويرش عليهم من ذلك الماء ويفرق عليهم قليلا من تلك الأغصان فيأخذونها ويضعونها في كوابرهم لأجل التبرك والنصيرية في كل اجتماعاتهم عند تلاوتهم سورة السجود يركعون على الأرض ولكن في يوم عيد الغدير حين تلاوتها يرفعون رؤوسهم نحو السماء ومن النصيرية نحو خمسة آلاف في بلدة أذنة والقرية الحاضرلية والقرى حمدلية والقرى يوسفية والياملية والصلمة نكلية وغيرها وأئمة هذه القرى هما الشيخ بدر ابن الشيخ بدران والشيخ إبراهيم ابن الشيخ منصور وهذان يسكنان الحاضرلية ثم البساتين وحارة الباقر صندية والحارة الجديدة ويكسك دولاب وكل الحارات التي هي من الجهة الغربية من البلد والنصيرية الذين هم في الجبال شمالية البلد إمامهم الشيخ صالح أفندي ابن سمرة والمضق جنوبيها والحارات التي شرقيها إمامهم الشيخ عيد الأعور ابن الشيخ عيد وله اسم آخر وهو غريشو ولقب بهذا لأنه كان ذات ليلة سكرانا فخرج من بيته وبينما هو سائر إلى الشارع إذا صادفه الطوف وجاءوا به إلى الحكم فألقي في السجن فصار المسجونون يستهزئون به ويدعونه قائلين مرحبا مرحبا يا غريشو ولما خرج من السجن في اليوم الثاني اتفق أن الطوف صادف شيخا آخر اسمه الشيخ حسن من يوكسك طلاب وكان سكرانا كالأول فاستاقوه إلى الحبس فلاقاه المسجونون يترحبون به قائلين بيوك غريشو جتي كتشك غريشو جالدي وترجمتها خرج غريشو الكبير وأتانا غريشو الصغير وتقال غريشو للكلب وأما أهل البستان وراء الجسر عبر اليارمك أي النهر فإمامهم الشيخ يوسف الخوجة وكل هؤلاء شماليون خاصتهم عبدة السماء وأما الكلازيون في أذنة فهم يسكنون الأوبتين فقط ولهم أربعة أئمة وهم الشيخ صالح ابن البوشة والشيخ يوسف ابن شحادة والشيخ يوسف ابن البوغة وراشد أفندي ابن الشيخ غريب وهو من أرباب المجلس هناك وأما الشماليون في مدينة ترسوس ترسوس حاليا فمن قرائهم القاضلية وإمامهم الشيخ ابراهيم ابن اليسير وقرى دوار إمامها الشيخ محمد من قراغاج وداليمنا إمامها الشيخ ابراهيم القراغاجلي وإمام باقي القرى والحارات التي هي من غربي البلد وجنوبيها هو الشيخ حسن ابن ديبة وهو أعظم ما يكون عندهم وفي البلد ثلاثة أئمة الشيخ نعمان المغريتي والشيخ ابراهيم الشاملي والشيخ سلمان ابن الشيخ نعمان الوردي فالكلازيون في البلد يسكنون حارة المصلي مع الحارات التي حواليها ويوجد منهم جماعة في قرية المنطش وإمامهم الشيخ علي الحمصي والشيخ محمد صالح والشيخ يوسف ابن لولو والشيخ غنام والشماليون الذين هم في قرى أنطاكية فقرية الدرسونية إمامها الشيخ صالح ابن الشيخ علي ابن ديبة والحربية وما يليها من القرى فالإمام الشيخ علي ابن الشيخ داود العارف بصورة الهبود والشيخ يوسف ابن الشيخ منصور وأما النهر الصغير فإمامه الشيخ علي ابن الشيخ حبيب والجلية والسويدية وما يليها من القرى فإمامهما الشيخ حسن ابن شيخ الحرف قاط في الجلية والعيدية وامامها الشيخ علي وهو عظم ما يكون عندهم لانه ينتسب الى الشيخ يوسف ابي ترخان المشهور عند الشماليين اما الكلازيون في قرى انطاكية فهي الدور والعساكرة وغيرهما وامامهما الشيخ احمد وهؤلاء الامة مهما رسموا من الطقوس او غيرها فالعامة تصدقه وتقبله بكل رضا لظنها بانهم لا يغلطون ثم بعد وفاة هؤلاء الامة تنتقل وظيفتهم الى خلفائهم وكثيرون من العامة يعتقدون بان الشيوخ لا يغيطون كما كنت اعتقد بهم كذلك لما كنت حديث السن وصار بيني وبين بعض الناس شروطا بشأن ذلك ثم اتانا امام منهم اسمه الشيخ يوسف شيخ الريحانة فراقبته ورأيت انه لا يفرق عن بقية الناس بشيئا من هذا القبيل وشاهدت شيئا يثبت فكري بهذه القضية فالطلعت على غيره فكان منه كما كان من الاول والعلامة التي تتميز بها كل طائفة من النصيرية من الاخرى فالخاصة من الشماليين لا يحلقون لحاهم ولا وجوههم والبعض منهم يحرمون اكل القرع الاصفر وشرب الدخان ولا يجوز لأحد منهم ولا البامية ولا الفليفلة ولا البنادورة اي الطماطم ويردون سببا لتحريم البامية والفليفلة قصة لا يليق بنا ذكرها وهي ايضا لتضمن سبب تحريم البنود ولبس الاحمر على الرجال واما تحريم الدخان فيقولون انه كان في عصر النبي محمد رجل كثير الصلاة ففي ذات يوم كان قاصد المسجد واذا بالشيطان قد تراء له بالطريق بصورة شيخ كبير السن وقال له يا ولدي ان الصلاة قد انتهت فرجع الصبي حينئذا ولقد داوم على ذهابه كثيرا والشيطان كان يصده عن الوصول بقوله ان الصلاة قد انتهت وبينما هو على هذه الحالة اذ كان ذاهبا كعادته اذا بالشيطان قد لقاه ليصده فلم يسمع منه بل ذهب الى المسجد وبعد انتهاء الصلاة سأله النبي ما الذي اعاقك عن الحضور الى الصلاة فاجابه مخبرا اياه بما كان حدث له مع الشيخ الذي هو الشيطان فاخذ النبي يفتكر بذلك مدة ساعة ثم شخص اليه وقال يا ولدي هذا هو الشيطان ومراده ان يضلك ولست بقادر على مقاومته ان لم تتزوج فامضي واخبر امك لكي تزوجك فذهب الصبي واخبر امه عما قاله له النبي عن زواجه فقالت له امه اذهب ثم ايتي عند العشاء ونمع زوجتك ولما كان المساء فرشت امه فرشا واضجعت عليه واطفأت النور ثم اقبل الصبي ودخل على امه وهو لا يعلم ذلك انا احاول ان امنع نفسي من الضحك فعند الصباح رأى انها امه فحزن جدا وذهب الى النبي حزينا واخبره بما صار فقال له اذهب واقتلها سريعا ولا تدعي الشمس تغيب عليها حية فمضى الصبي واخذ امه الى البرية وقتلها والقاها على جسد خنزيرة ميتة فوثبت الخنزيرة وقالت للغلام اني استحلفك كثيرا ان تبعدها عني لانني لا استطيع ان اقبلها فقال لها انصطي لانكما كل واحدة منكما ارجس من الاخرى فلما كان بعد مدة انقصد النبي النزهة واذ خرج النبي اتفق انه مر بذلك المحل فرأى نبتا خارجا من ذينك الجسدين فلما رأاه حزن وبكى فقالت له الصحابة لماذا تبكي يا رسول الله فقال لهم ما تنظرون هذا النبات خارجا من هذين الجسدين انه سيأتي زمان على امتي ويشربون من هذا النبت ظنين انهم من امتي لكني بريء منهم ثم اقلعه والقاه بعيدا وانصرف فأتى الشيطان وغرسه في محله ثم بال عليه فنمى ويقولون ان من شرب منه فكأنه ضاجع امه وشرب بول الشيطان ايضا واما طائفة الكلازيين فلا يصدقون هذه الخرافات فيحلقون لحاهم وان تركوها يحلقون وجوههم وحناجرهم وما حرم اكله عند الشماليين فهو حلال عندهم ويتفقون جميعهم على تحريم لحم الانثى والزنا ايضا لكن عند طائفة الكلازيين فرض لازم وحق واجب وهو انه اذا حضر امام منهم الى امام اخر نظيره فالثاني ملتزم بان يقدم حرمته للاول ويسمون هذا الفعل كما سبق فرضا لازما وحقا واجبا ويحكمون على من يخالفه بعدم دخوله الجنة واما العامة فلا تعلم ذلك ويردون الشاهد على هذا الفساد من القرآن من سورة الاحزاب وهو قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنجحها خالصة لك من دون المؤمنين فيفسرون هذه الاية بقولهم ان النبي معصوم عن الزواج وهذه الاية موجهة الينا فان النبي المذكور هو الامام المرشد الخاص والمرأة المؤمنة هي امرأة اي امام خاص ويوجد ذكر هذا الفرض في كتاب الدلائل بمعرفة المسايل للميمون ابن قاسم الطبراني اذ يستشهد به من كتاب الهفت الذين يتهمون بتأليفه جعفر الصادق من العشر وصايا الموجودة فيه فالوصية العاشرة منها هي الفرض اللازم والحق الواجب على كل مؤمن ان يرضى لاخيه المؤمن كما يرضى لنفسه فيعنون بذلك تقديم نسائهم الى الخاصة منهم ويوجد ذكره ايضا بكتاب التأبيد واما الطيفة الشمالية فتفسر ذلك عن بذل العلم والمال الفصل الرابع في الهبطة او الهبطة ان كل طوائف النصيرية يعتقدون بانهم كانوا في البدء قبل كون العالم انوارا مضيئة وكواكبا نورانية وكانوا يفصلون بين الطاعة والمعصية لا يأكلون ولا يشربون ولا يغيطون وكانوا يشهدون علي بن ابي طالب بالنظرة الصفراء فداوموا على هذه الحال سبعة الاف وسبعمائة وسبعين سنة وسبع ساعات ففكروا بذواتهم انه لم يخلق خلقا اكرم منها فهذه اول خطية ارتكبها النصيرية فقلق لهم حجابا يمسكهم سبعة الاف سنة ثم ان علي بن ابي طالب ظهر لهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى بعدما اظهر لهم القدرة فظنوا انهم يرونه بكليته لظنهم بانه مثلهم فاخطأوا بذلك خطية ثانية فاراهم الحجاب فطافوا به سبعة الاف وسبع وسبعين سنة وسبع ساعات ثم انه ظهر لهم بصورة شيخ كبير بيض الرأس واللحية تلك الصورة التي امتحن بها اهل النور العالم العلوي النوراني فظنوا انه على تلك الهيئة التي ظهر لهم بها وقال لهم من انا فاجابوا لا ندري ثم ظهر بصورة الشاب المفتول السبال راكبا على اسد بصورة الغضب ثم ظهر لهم ايضا بصورة الطفل الصغير ودعاهم ايضا وقال ألست بربكم؟ وقد كرر القول عليهم في كل ظهور ومعه اسمه وبابه واهل مراتب قدسه الذين هم المراتب السبع الاول العالم الكبير النوراني فتلك الظهورات الثلاثة تعتبرها الكلازية عن القمر فالطفل في اول ظهوره هلالا والشاب ظهوره بدرا والشيخ تقاربه الى المحاق ولما دعاهم ظنوا بانه مثلهم واحتاروا ولم يدروا ماذا يجيبون فخلق لهم من تأخرهم الشك والحيرة ودعاهم قائلا قد خلقت لكم دارا سفلانية واريد ان اهبطكم اليها واخلق لكم هياكل بشرية واظهر لكم في حجاب كجنسكم فمن عرفني منكم وعرف بابي وحجابي فاني ارده الى هنا ومن عصاني اخلقوا من معصيته ضدا يقاومه ومن انكرني اغلق عليه في قمصان المسوخية فاجابوا قايلين يا رب دعنا هنا نسبح بحمدك ونعبدك ولا تهبطن الى الدار السفلانية فقال عصيتموني فلو كنتم قلتم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب فكنت اعفو عنكم ثم خلق من معصيتهم الابالسة والشياطين ومن ذنوب الابالسة خلق النساء فلذلك لا يعلمون نساءهم صلاتهم وهذه العبارة موجودة بكتاب الهفت وفي كتاب الدلايل وفي كتاب التأييد ايضا ثم ظهر لهم في القبب السبع فالقبة الاولى اسمها الحن وكان اسم المعنى فيها فقط والاسم شيت والباب جداح والضد روبا وظهر لهم بعدها في القبة البن وكان اسم المعنى فيها هرمس الهرامسة والاسم اسمه مشهور والباب أذريا والضد عشكا القبة الثالثة اسمها الطم وكان المعنى اسمه فيها أزدشير اي أخشورش الوثني والاسم دوقنا والباب ذوقفة والضد عطرفان والقبة الرابعة اسمها الرم كان اسم المعنى فيها أخنوخ والاسم هندمة والباب شرامة والضد عزرائيل والقبة الخامسة اسمها الجان كان اسم المعنى فيها درة الدرر والاسم ذات النور والباب أشاذية والضد سوقسطة القبة السادسة اسمها الجن كان اسم المعنى فيها البر الرحيم والاسم يوسف ابن ماكان والباب أبو جاد وكانت خالية من الضد القبة السابعة واسمها اليونان فكان اسم المعنى فيها أرستطاليس الحكيم والاسم أفلاطون والباب سكراط واسم الضد درميل وفي كل هذه القباب المذكورة كان الضد أي الشيطان فيها بثلاثة أقانيم وهم واحد يعانون بتلك الأقانيم أبو بكر وعمر وعثمان وبعد ذلك ظهر لهم في سبع قباب الذاتية التي هي من هابيل إلى علي بن أبي طالب وقد مر أسماؤهم في تفسير السورة الثالثة وقال في معنى ذلك الهبوط المذكور الشيخ محمد بن كلازو ذكرت زمانا كان لي قبل هبطتي ففاضت عبرتي وزادت حسرتي ولاعج شوفا قد يقول ولوعة تعل فؤادي من اليم وحرقتي على طيب أيام تبدل عزها بذل ومن بعد الأمان بخيفة فكنا بدار العز في أوج العلا نسير مع الأملاك في كل روضة ونسقي من الأنهار ماء مختما وعسلا مصفا ثم لبنا بخمرة وتأتي السماء والأرض طوعا لأمرنا بإذن إله خالق الخليقة حتى إله العرش جل جلاله يطيع لنا عند السؤال بدعوة القصيدة طويلة وهي على هذا المنوال فلفظة هبق الموجودة هنا الهاء هلال والباء بدر والقاف قمر ولفظة رمق مقلوبها قمر وأما النحات أي التي في هذا القصيدة هي الخمسة المار ذكرها في السورة الثانية وتفسيرها الفصل الخامس في بعض أشعار النصيرية الدينية تنبيه قد ترك كل ما أرد من أشعار النصيرية على خطائه وزنا وإعرابا وهكذا أيضا صلواتهم المار ذكرها قد تركت بلا إعراب إن النصيرية قد اصطرحوا على أسماء سبع نساء لتلك القباب السبع التي هي من علي هابيل إلى بن أبي طالب وهي سعدة مي الرباب زينب علي لبنى ليلى ويمدحونها في أشعارهم الدينية ويوجه عبادتهم نحوها وأكثر ما يوجد ذلك في آخر دواوينهم ويسمون تلك الأشعار عرائس الديوان شعر للشيخ إبراهيم الطوسي يمدح به الست زينب إسقياني أحبتي وأطرباني في هوا زينب زين المعاني إسقياني من الصبوح رحيقا عتقت في دينانها الأرجواني هام وجدي بحبها يا نديمي وحرت في وصفها وكل لساني بنت بكر لها من العمر عشر وأربع فاق نورها النيراني شعرها أسجف الضيا فحجبنا تحت إكليل تاجها الكسرواني حاجباها جبينها نور زاهي طرفها غنجة سحر النهاني المقصود بقوله عمرها عشر وأربع يشير بذلك إلى دخول القمر في اليوم الرابع عشر ومعنى شربها بلوغ معرفتها الأشعار موجودة في الكتاب بدءا من الصفحة 65 وحتى الصفحة 80 فيها الكثير من الشعر مقاطع شعرية لمن أراد أن يقرأها فالكتاب موجود بصيغة بي دي اف في التعليق الأول إن صاحب هذا الشعر لما نظمه كان فتن ولكنه كان قد اطلع على كتب آبائه فالبطرك عندهم هو علي بن أبي طالب وراهب الرهبان والمطران هما محمد والخوري هو سلمان الفارسي والقسيس والشماس هما المقداد والرهبان والهيفات هم الكواكب المراتب السبع الأولى العالم الكبير والصيوان هو الفضاء محل الكواكب والملاعين المذكورون هم طايفة الإسلام ومعنى قوله فأكرمنا له يبن أنه بحساب الجمل الياء عشرة والباء اثنان فالجملة اثنى عشر شهر وهم الأئمة المذكورون أسماؤهم في تفسير السورة الثالثة الذين ظهر المعنى بهم ومعنى قوله أفردنا له زيًا أي أقر بوحدانية السبعة قباب التي هي من هابيل إلى علي بن أبي طالب لاعتقادهم بأنهم واحد وقوله أخزينا الشياطين فالشياطين هم عندهم الصحابة التسعة الفصل السادس في بعض عقايد النصيرية إن النصيرية كافة تعتقد بأن شرفاء المسلمين الراسخين في العالم إذا ماتوا تحل أرواحهم في هياكل الحمير وعلماء النصارى في أجسام الخنازير وعلماء اليهود في هياكل القرود وأما الأشرار من طائفتهم تحل أرواحهم في المواشي التي توكل ولكن الخاصة المشكون في الديانة فبعد موتهم يصيرون قرودا والممتزجون أما ذو الخير والشر يتقمصون إلى هياكل بشرية عند الطوايف الخارجة عنهم وإذا كان أحد من غير مذهبهم ارتد عن مذهبه واتصل معهم فيعتقدون بأنه في الأجيال الماضية كان منهم ولسبب خطية بدت منه ولد في ذلك المذهب الذي خرج عنه وقبلا لم يقبلوا أحدا من الطوايف الغريبة إلا إن كان من العجم لأن أهل العجم يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب نظيرهم وبلا شك سلفاؤهم من العجم والعراق ولكن في تواريخ اليهود قيل إنهم من بني فلسطين وهذا صحيح أيضا لأن عندهم كثيرا من اعتقادات الفلسطينيين كعبادة الشمس والقمر ولا بد أن تكون الطيفة المجوسية أوجودة بينهم من حيث أن عبادتهم هي مجوسية وهذه العبادة عينها الآن عندهم وأما من ولد في مذهبهم وارتد إلى غيره فيحكمون على الخارج عنه بأن أمه زنت فيه من ذلك المذهب الذي دخل فيه وإنهم يتظاهرون في جميع الطوايف وإذا لقوا المسلمين يحلفون لهم ويقولون نحن مثلكم نصوم ونصلي فالصوم يوجهونه على الرضاعة وإذا دخلوا المسجد مع المسلمين فلا يتلون من الصلاة شيئا بل يخفضون ويرفعون مثلهم ويشتمون أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم ويسمون التظاهر في الطوايف بمثل وهو قولهم أننا نحن الجسد وباقي الطوايف هم لباس فأي نوع يلبس الإنسان لا يضره ومن لا يتظاهر هكذا فهو مجنون لأنه ليس عاقل يمشي عريانا في السوق لكي أوضع علامة يعرف بها المراء وهي متى قال إني بريء من أن أعبد علي بن أبي طالب فحينئذ يعرف أنه جحد معتقده فلا يمكنه أن يقول هذه الكلمة إلا إن ترك ديانته أو متى ما باح بصلاته فقد خرج من مذهبه لأنه هكذا يقول سيدهم الخصيبي من باح بشهادتنا فحرمت عليه جنتنا وإن قال لكم أحد بيحوا وتبرأوا فعجلوا بمد أعناقكم وأما العلامة التي بها يعرف بعضهم بعضا فهي إن أتى غريب إلى بين النصيرية يسألهم ويقول لي قريب فهل تعرفونه فيجيبونه ما اسمه فيقول لهم اسمه الحسين فيجيبون ابن حمدان فيقول الخصيبي والعلامة الثانية يقولون للغريب شاش عمك كم دور فإن قال ستة عشر يقبلوه العلامة الثالثة إن عطش عمك من أين تسقيه الجواب من عين العلوية العلامة الرابعة إن غاط عمك فماذا نهديه الجواب لحية معاوية العلامة الخامسة إن ضاع عمك فأين تلاقيه الجواب بالنسبة العلامة السادسة أربعة وأربعتين وثلاثة واثنين وقدرهم مرتين في دينك أين الجواب بالمسافرة سؤال أقسم لي إياهم جواب منهم سبعة عشر عراقي وسبعة عشر شامي وسبعة عشر مخفي سؤال أين يوجدون جواب على باب مدينة حران سؤال ما يعملون جواب يأخذون بالحق ويعطون بالحق أما اليمين الثابتة عند النصيرية كافة فهي أن تضع يدك في يده وتقول أحلفك بأمانتك عقد علي أمير المؤمنين وبعقد عين ميم سين فلا يمكنه بعد هذا اليمين أن يكذب وأيضا بل أصبعك بريقك واجعلها في عنقه وتقول تبريت من خطاياي وأوضعتها في عنقك وأحلفك أيضا بأساس دينك بسر عقد عين ميم سين أن تخبرني عن صحة أمر كذا فلا يمكنه الكذب بعد هذا وهذه اليمين ثابتة عند الشمالية أكثر من شركائهم ويظن الحالف بهذه اليمين كاذبا أنه قد أخذ كل خطايا المستحلف له والنصيرية كافة تظن بأن شيوخ طيفتهم الخاصة لا يضاجعون نساءهم بل يمرون من فوقهم وبهذا تحمل نساؤهم وعندما يمر أحد خارج عن مذهبهم في وقت صلاتهم تفسد تلك الصلاة فيعودون إلى خلافها وإذا حدثهم لا يجوز لهم في ذلك النهار الذكرها الفصل السابع في كشف أسرار الخاصة في النصيرية إني قد ولدت في هذا المذهب واستقمت نحو ثلاث سنين بعدما مضى من عمري ثمانية عشر سنة لكن بدون يقين وذلك لأني كنت مطلعا على ديانة الإسلام وكان عندي كتب في تفاسير القرآن وكنت أرى مذهب طيفتنا مضادا له وكنت اطلعت على قصص عن علي بن أبي طالب فكان معترفا بالعبادة لله ولكنني كنت أذهب معهم إلى الصلاة وذلك خوفا منهم لألا يؤذوني لأنهم متى شعروا بمخالفة مذهبهم ينصبون لي فخاخا كثيرة وإن صار لهم فرصة ربما يقتلوني ولما أراد الله خلاصي هم بن طيفتي بأن يرشدون إلى أسرارهم الخاصة وكان قد حضر منهم شيخ إلى بلدنا واسمه الشيخ سلمان بن الشيخ علي بن الشيخ حسن من أنطاكيا من قرية الدرسونية فتكلفت له وطلبت منه السر الخفي بعدما دفعت إليه عدة دراهم ثم أرشدني إليه قائلا اعلم يا ولدي أن السماء هي ذات علي بن أبي طالب وهي الجنة الباطنة دون الجنة المأوى التي ذكرها القرآن بقوله تجري من تحتها الأنهار فالنهر الأول نهر الخمر لونه أحمر وهو أن السيد الإسم أي محمد يرى السماء حمراء والنهر الثاني نهر اللبن لونه أبيض وذلك نظرة الباب أي سلمان الفارسي فيراها بيضاء والنهر الثالث نهر العسل لونه أصفر وهو أن الملائكة أي الكواكب يرونها صفراء والنهر الرابع نهر الماء وهو نظرتنا لأننا نراها كالماء ولكننا متى خلصنا من هذه الكثايف البشرية ترتفع أرواحنا إلى بين تلك الكواكب المتلاصقة في بعضها التي هي درب التبان ونلبس هياكل نورانية وحينئذ نرى السماء صفراء وإن شككنا فيها في هذه الحياة الفانية تحل أرواحنا في أجسام المسوخية وليس لنا نجاة إلى أبد الآبدين وأما باقي الطوايف الخارجة عن هذا الاعتقاد فمنهم الغنم والوحوش وسائر الممسوخات وليس لهم خلاص أبدا وعلم أيضا أن الشمس هي السيد محمد وهو كل نبي ظهر في العالم من قبة الحن إلى آدم وإلى محمد كما أخبر بذلك شيخنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي من ديوانه بقوله لو أنهم ماية ألف في تعدادهم لعاد في واحد عودا بلا أمد وعلم أيضا أن القمر هو سلمان الفارسي وهذه الكواكب هم الملائكة الذين كانوا قبل كون العالم وهم سبع مراتب إحداها تعل الأخرى وكبيرهم السيد المقداد الذي هو كوكب زحل واسمه ميكائيل وأما كوكب المشتري فهو أبو الدر واسمه إسرافيل وأما عبد الله بن رواحة الأنصاري فهو كوكب المريخ وهو عزرائيل الملاك الذي يقبض أرواح العالم والدليل على ذلك أن النجم يختفي من مكانه حين مفارقة نفس الإنسان وأما عثمان بن مضعون النجاشي فهو كوكب الزهرة واسمه بالملائكة الدرديائيل وأما كوكب عطارد فهو قنبر بن كادان الدوسي واسمه بالملائكة صلصيائيل مفاعيل هذه الخمسة مر ذكرها في تفسير السورة الخامسة وأما السبع المراتب الأخرى فهي ذرب التبان وهي أرواح المنتقلين من البشر بإقرارهم بعمس وبكل ظهور من قبة الحن إلى علي بن أبي طالب وأما الأسبوع الأول فهو السماوات السبع والأسبوع الثاني السبع الأراضي المذكورة في القرآن وقد مر ذكرهما في تفسير السورة السابعة وعلم أن النقطة الأربع هي معنى واحد فالنقطة الأولى التي اسمها الوهمية هي اللمع الظاهر من الغمام الذي هو السيد سلمان ولو ظهر بدون حجاب لغابت الأرض وجميع ما عليها ولا يبقى إنسان حيا على الأرض والنقطة الثانية اسمها الفيضية وهي عمود الصبح والنقطة الثالثة اسمها البيكارية وهي قوس قزح وإلى هؤلاء يشير دعاء اليمين بقوله سورتك سورة الوجود المرتبة في الضياء والظل الممدود والنقطة الرابعة اسمها المركزية وهي السماء والأربع نعتقدها واحدة وأما صوت الرعد وهو صوت المعنى علي بن أبي طالب وهو ينادي قائلا يا عبادي اعرفوني ولا تشكوا بي واعرفوا اسمي وبابي وأهل مراتبي قدسي فقلت له يا سيدي كيف يمكن أن تكون هؤلاء الأربعة واحد وأنه لم يستطع أحد أن يعتقد هكذا من حيث أن إدراك ذلك يضاد العقل لأني في ليلة البارحة قد رأيت قوس قزح منصوبا في جهتين فأجابني أسكت يا ولدي ولا تبحث عن ذلك ولا تدعي الشك يدخل في قلبك لألا تهلك عاجلا وتحل روحك في المسوخية وليس لك نجاة منها أبدا لعلك أعقل من سيدنا الخصيبي وأعقل من هؤلاء الكواكب المعتقدين هكذا وأنت أعلم من آبائك والمزارات التي لا تحصى فكلهم كانوا يعتقدون هكذا وعلم أنك الآن واقف على شفاة حفرة وليس لك إلا موضعان إما الانتقال إلى بين الكواكب وإما التردد في المسوخية أما قرأت في الخبر عن علي بن أبي طالب لما أرسل جابر بن يزيد الجعفي في قضاء غرض له فلما وصل إلى موضع المقصود رأى علي بن أبي طالب جالسا على كرسيا من نور والسيد محمد عن يمينه والسيد سلمان عن شماله ثم التفت إلى ورائه فرآه هكذا ثم نظر عن يمينه فرآه أيضا ثم نظر إلى السماء فرآه في السماء والملائكة أمامه يسبحون بحمده ويسجدون له فلما سمعت منه هذه الأقوال تركت الجدال وأظهرت له كأن اقتنعت ثم أخذ يقدم لي براهين لتثبيت ألوهية السماء كقوله في القرآن أينما توليتم فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال لي اعلم أنه من علي ثلاثة أحرف والسماء والشفق واللمع وقوس قزح لكل منهم ثلاثة أحرف فهذا الدليل الواضح على صحة مذهبنا أما قرأت في الدستور الذي هو سورة الشهادة بقوله لا يحاط ولا يحصر ولا يدرك ولا يبصر فاعلم يا ولدي أن البصر لا يدرك حدها أيضا ولا أحد يراها بصورتها الأصلية التي هي النظرة الحمراء إلا الإسم فقط واعلم أيضا أن كلب أصحاب الكهف هو ذات علي بن أبي طالب وإنه ظهر للفتية السبعة الذين هربوا من دقيانوس الجبار بصورة كلب ليمتحنهم ويرى أمانتهم فلما آمنوا به ارتفعوا إلى السماء وصاروا كواكب وقد ظهر لبني إسرائيل في صورة بقرة لما أخطأوا كثيرا وكادت الأرض تبتلعهم فالذين آمنوا خلصوا والذين شكوا ابتلعتهم الأرض كقارون ورفقائه وقد يذكروا ذبحها في القرآن ومعنى ذلك إبلاغوا معرفتها وقد ظهر لقوم صالح بصورة الناقة فعقروها ومعنى عقرها الجحود فلذلك هلكوا وانقلبت مدينتهم وصار أعلاها أسفلها وله ظهورات عديدة لا تحصى ثم بعد انصرافه أخذت أميز الأقوال وأكتبها وقلت لا بد أن أرتقب هذا الملاك العظيم الذي يأخذ الأرواح فما كان إلا مدة قليلة وإذا برجل بالقرب لنا صار على حالة التلاف فأتيت إليه بعد العيشة فلقيته ينازع في طلوع الروح فحينئذ صارت لي فرصة للبحث وكنت أرتقب ذلك النجم تارة وذلك العليل أخرى لأرى هل إنه يختفي من مكانه عند مفارقة نفس ذلك الإنسان وإذا بالرجل قد فارق والنجم بعده باق على حاله ثم تفكرت أيضا وقلت أن في الدنيا أناسا كثيرين وأنه بالأقل يموت في كل ليلة نحو ثلاثمائة رجل ولو أن ذلك النجم ذاته يقبض الأرواح لما كنت أراه في الليلة ساعة واحدة لأنه مشتغل دائما في قبض الأرواح فصرت أرتقب ذلك النجم مرارا إلى الساعة الثالثة أو الرابعة في الليل ولم أرى صدق ما تكلم به ذلك الشيخ فحينئذ تحقق عندي كذب مذهب النصيرية والأكثر لسبب عبادة الكلب والبقرة والناقة وقلت أن الوثانيين الأولين تتفاضل على هذه الطايفة لسبب أن أولئك يعلمون آلهتهم من ذهب وفضة وأما هؤلاء فيعتقدون بأنها حلت في الكلب والبقرة والناقة تلك التي لا عقل لها فنفرت حينئذ عن هذا المذهب الباطل وامتنعت عن الحضور إلى مجامعهم وأكل ذبايحهم المذبوحة على اسم شرفائهم فلما شعروا بذلك جعلوا يتوقعون الفرصة لهلاكي وينصبون لي فخاخا ولما علمت بذلك منهم امتنعت واحتذرت منهم وصرت أحتفظ على نفسي منهم ولما خاب أملهم من هذا جعلوا يلاطفونني ويزينون لي نساءهم ويرسلونها إلى عندي ليجذبوا عقلي إلى طاعة مذهبهم ثم أتاني الإمام ليلا وقال لي يا ولدي ارجع إلى دين أبائك ونحن نعطيك ما تحتاج إليه ونزوجك أية بنت تريدها ولا تعود تكشف سرنا بين العام فقلت كلا إني لن أتبع مذهبكم ما دام عندكم عبادة الكلب والبقرة والناقة ولكن متى رفعتموها من بينكم فإني أرجع إليكم فلما يأسوا من ترجعهم إيايا اتفقوا وأخبروا إخوتهم الكلازيين وقالوا إن هذا المضل قد جحد ديانة الخصيبي وقد أظهرها بين النساء فلما سمعوا بذلك استحضرني الكلازيون إلى بيتهم وأوعظوني كثيرا بقولهم إن كل من يبيح بديانة الخصيبي فهو هالك ولم يخلص من المسوخية وأنت ما هو الذي صدك عن اتباع مذهب آبائك فأجبت أن الذي صدني هو لأجل اعتقادهم بأن كلب أصحاب الكهف هو ذات علي بن أبي طالب وأنا افتكرت أن الكلب نجس عند جميع الطوايف وقلت إنه لا يكون إلا ابن كلب أيضا لأن الكلب يتسلسل من الكلاب وأما حاشى أن يحل هذا الإمام الفاضل في هيئة الكلب فلما سمعوا ذلك مني لاموهم على هذا الاعتقاد وقالوا إن هذا لم يوجد عندنا بل إن الكلب هو سلمان الفارسي كما يوجد في عينية الطويسي وفي كتاب جدول النوراني وأنت إن أردت خلاص نفسك فنحن نرشدك إلى دين الحق فقلت نعم هذه غايتي وليس لي غاية سواها فانسروا بذلك ونهض الشيخ حسن كتوب قايما وهو من ساحل اللاذقية وكان وقتئذ في أذن وقال يا ولدي إن كنت تترك مذهب آبائك وتتبع مذهبنا أنا لك كفيل من أن تدخل قمصان المسوخية بل حين وفاتك تصعد روحك إلى ما بين الكواكب النورانية فطوباك إن اهتديت إلى الإيمان الحقيقي الذي هو مذهبنا فلما رأيت منه هذه الجسارة وهي كأن مفاتح الجنة في يده اشتد قلبي وارتضيت بأن أدخل في مذهبهم وقلت نعم إني رضيت ولكن بشرط أن تكون كفالتك ثابتة فأجاب نعم وما يكون الشاهد بيني وبينك الله وملائكته أن نفسك لا تدخل المسوخية وإن دخلت أكون أنا بدلها ثم بعد ذلك مكثت عندهم نحو تسعة أشهر وخطبت بنت الإمام فيهم اسمها زينة بنت الشيخ يوسف البوغة وهي سرقت كتاب الباطن الذي هو لأبيها وأعطتني إياه فرأيت فيه من الخرافات ما يزيد عن شركائهم الشماليين وحينئذ طلبت الاقتناع منهم فتقدم إلي مرشد منهم وعلمني الرشادة وإذا بها مثل ما عند شركائهم ولكن الفرق فيما بينهم شيئان فقط أحدهما أنهم يعتقدون بأن القمر هو المعنى كما قال لي اعلم أن السواد الذي في القمر هو شخص كالبشر له يدان ورجلان وبدن وعلى بدنه رأس وعلى رأسه تاج وبيده سيف ذو الفقار وثانيهما أنهم يعتقدون أن السماء سلمان الفارسي بضد ما تعتقد الشمالية لأن الشمالية تعتقد بأن السماء المعنى والقمر سلمان الفارسي كما مر ذكره ثم أخذ يقدم لي براهين لتثبيت عبادة القمر من القرآن وهي قوله كل يوم هو في شان وفسرها وقال أنها موافقة للقمر جدا لأن كل يوم يظهر بنوع وهو أنه يزيد كل يوم رويدا رويدا إلى حين كماله ثم يعود أيضا وينقص قليلا إلى آخر استهلاله ولكنه بدون تغيير وقد حجبنا عنه لأجل ذنوبنا السالفة منا في البدء لما امتحننا ونحن بين الملائكة وقال إني أريد أن أهبطكم إلى دار الدنيا ونحن أجبناه قائلين دعنا هنا يا رب نسبح بحمدك فلذلك أهبطنا من بين الملائكة إلى هذه الدنيا وحجبنا عن رؤيته ولم نشاهد غير هذا ما دمنا في هذه الأجسام ثم قرأ لي آية من سورة النور وهي قوله الله نور السماوات والأرض وفسر السماوات عن مراتب عالم الكبير السبع والأرض عن مراتب عالم الصغير السبع وقد مر ذلك في تفسير سورة السلام ثم تلا علي آية من سورة نوح وهي قوله وجعل القمر فيهن نورا وقال قد صحت الآية التي قبلها وهي قوله الله نور السماوات والأرض بأنها تشير إلى القمر فأجبته ألم يقل في القرآن وسخر لكم الشمس والقمر والنجم فرأيته قد فتح فاه وشتم كل شمس وقمر ونجم مسخرة في القرآن وقال اعلم يا ولدي أنهم أبو بكر وعمر وعثير ثم تلا خبرا عن النبي محمد قال كان جالسا في المحراب فمر به أبو بكر وعمر فترحب بهما قايلا مرحبا بشمس البلاد وقمرها ثم قال أيضا يا ولدي اعلم أن القمر هو ذات علي بن أبي طالب كما قيل في الدستور وظهور المعنى من عين الشمس وأيضا في الإمامية السورة الثانية عشر يقول عن أمير النحل علي بن أبي طالب أنه سراج الظلمة فأجبته يا سيد ألم يقل الخصيبي في ديوانه ظاهرا لم تغب عنا وأما القمر فيغيب فقال أنه لا يخلو من الأنوار الظاهرة إن غاب القمر يظهر في الشمس وإن غاب الشمس والقمر فيظهر في النجم والدليل على صحة ذلك أن القمر ثلاثة أحرف والشمس ثلاثة أحرف والنجم ثلاثة أحرف فيظهر فيهم علي بن أبي طالب لأن من اسم علي ثلاثة أحرف ثم إن أردت الصلاة ولم يوجد هؤلاء بواسطة الغمام فيجب أنك تحوي معك درهم فضة ولما تقرأ السورة السادسة تنظر في طرة القرش وكل ما يخلو منه القرش الأبيض من المرشدين ليس هو صالحا لأن سيدنا الشيخ حسن بن مكزون السنجاري قال في قصيدته وحلوا الفخر دينار عليه باسمك النقش ثم اعلم أن البقرة المذكورة في القرآن هي علي بن أبي طالب وهو ناقة صالح قد ظهر على هاتين الصفتين ليمتحن أهل ذلك العصر وأما كلب أصحاب الكهف والرقيم فهو سلمان الفارسي فهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يمكنك الخلاص بدونه والفرض اللازم والحق الواجب يجوز لك تقديمه ثم بعد أيام قليلة سافرت إلى مدينة أنطاكيا إلى قرية اسمها وادي الجرب فصادفت شيخا من الخاصة وأضافني عنده ولما أقبل الليل فرش لي فراشا في موضع غرفة خالية فلما كانت نحو الساعة الثانية وإذا بطارق يطرق الباب ففتحته وإذا بامرأة دخلت إلي وغلقت الباب واضجعت بجانبي وأنا متحير منها ما أعلم ماذا كان غرضها ثم بعد قليل جعلت تحادثني وقالت أما تقبل الفرض اللازم والحق الواجب حينئذ جالت في عقلي كلمة الإمام المرشد وعرفت أن الفرض اللازم والحق الواجب هو تقديم نسائهم لبعضهم وفي اليوم الثاني كنت أفتكر في نفسي وأقول إني خاطب بنت إمامهم وكلما أتاني شيخ منهم فأنا ملتزم أن أقدمها له حسب الفرض اللازم والحق الواجب فهذا أمر عسير جدا ولا أستطيع قبوله أبدا اعلم أيها الواقف على هذا الكتاب بأن هذا الأمر ثبت وجوده عندهم بشهادة شيخ النصيرية الذي هو الشيخ علي شيخ سقوين وقد شهد بحضور الخواجة يعقوب ملكون الأرمني وكان حاضرا نحو 15 رجلا من الروم والأرمن وتقدمت هذه الشهادة أمام غير هؤلاء أيضا فللأسباب المذكورة خرجت عن مذهب هؤلاء وانصرفت إلى بين أهلي وأقربائي فانسروا برجوعي إليهم وسألوني سرا عن الشك الحاصل عندي في المذهب فأخبرتهم بكثرة خرافاته فقالوا لي إن كنت شككت فيه فلا تظهر ذلك بين الناس لأنه هكذا كان غيرك ولكن لم يظهر عليه غريبا وأنت لما تدخل مجامعنا فاخفض وارفع ولا تقرأ شيئا من الصلاة فإن فعلت ذلك أمنت على روحك فرأيت ذلك صوابا منهم وقلت فليكن هكذا ثم تشاور علي أهل القرية وقالوا إننا نزوجه فتاة جميلة لعلها تجذب قلبه وتميله نحو مذهبنا ثم تزوجت وكان لي من السن يومئذ ثلاث وعشرون سنة وبعد مدة لما شعروا بأني لم أكل من ذبائحهم ولم أتل شيئا من الصلاة في مجامعهم إغطاضوا كثيرا فحينئذ أظهرت ذاتي وصرت أجادلهم وقلت لهم إن هذه الديانة مضادة للقرآن لأن القرآن يقول والذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى للناس من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فإن تكن ديانتكم هذه هدى فلماذا تكتمونها وتتجاسرون على احتمال هذه اللعنة ثم اعلموا أيضا أن كل إله يؤمر بكتمان عبادته عن الناس لا يكون ذلك إلا لإحدى غايتين إما أنه يخاف من إله غيره ويخشى قصاصه وأنه يكون غشاش وهذا لا يليق بخالق الناس أن يخاف خليقته أو أن يغشهم حاشى الإله العادل أن يشرع هذه الشريعة الفاسدة ومن هذه لا يقتضي أن يعذب الذين لا يؤمنون به وإن عذبهم يكون إلها ظالما ما أغلظ هذا الكفر العظيم الذي تكاد السماوات والأرض تتزعزع منه وكذلك لو كانت عبادتكم لهؤلاء الوحوش والبهائم وحدها فكانت خطيتكم أخف من الآن لأنكم تنجسون فيها أرواح أناس شرفاء والكفار الذين ينكرون كل الأنبياء يتفاضلون عليكم لأنكم تعتقدون بأن الأنبياء آلهة ومع هذا فإنكم تشتمون كل نبي أكل وشرب أو تزوج أو ولد وتشتمون أيضا كل من يعتقد بهم هكذا وبهذا تفترون على الأنبياء والمؤمنين أيضا لأن كل نبي يأتي بعد آخر وكان يقر بالأقدم منه أكل وشرب وتزوج وولد فبهذا قد فاق كفركم على كفر الشياطين لأنهم لم يتجاسروا على مثل هذا ثم إن القرآن يأمر بمحبة الصحابة كقوله في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ويا ليتكم تتركونهم بدون محبة ولا استغفار ولكنكم تشتمونهم أكثر ما يكون أنتم ونساؤكم زاعمين بأنكم لا تطهرون من جنابتكم بدون شتمهم وتقولون عنهم أنهم رهد التسعة المفسدون وتعتقدون أن ثلاثة منهم هم ذات الشيطان وقد افتريتم على إثنين منهم بقولكم إنهما قد تناكحا وحبل أحدهما من الآخر أو ولد بنتا من بطن ساقه والقرآن يحمدهم بسورة التوبة بقوله لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا بعده فلماذا تركتم الاعتقاد بهم وتعتقدون بأنه من الله ثم أن القرآن يأمر بصيام شهر رمضان وأنتم فضلا عن مخالفتكم له تشتمون كل من يصوم وقد اختلفت علماؤكم في ذلك الصيام فمنهم من قال إن شهر رمضان هو محمد وصيامه كتم معرفته ومنهم من قال أنه الصلاة وصيامها هو كتمها ومنهم من قال أن صيامه لا يكون إلا عن الفحش والمنكر فينتج عن ذلك أن الفحش والمنكر حلال فعله في غيره من الشهور ومنهم من زعم أن الصيام هو امتناع الرجل عن ابرأته في شهر رمضان خلافا لقول القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره ثم إن القرآن يأمر بحج البيت وأنتم قصرتم عنه بل تشتمون كل من يسعى إليه كما يوجد ذلك في كتاب المجموع فإن لم تصوم شهر رمضان ولا تقيم الصلاة ولا تحج البيت ولا تبن مسجدا فلماذا تدعون بالإسلام كاذبا ونفاقا فبعد الفراغ من هذه الموعظة كادت نفوسهم تزهق من الغيظ ولما شعرت بذلك هربت إلى البلد وصرت أفحص من كتاب التوراة والإنجيل إلى أن ظفرت بهذا الكتاب الجليل عند المحترم سليمان الشماس الشهير في محروسة أنطاكيا فطلبته منه فوهبني إياه وبعد مطالعة إياه جيدا تحقق عندي أن التوراة أساس الكتب وهي التي تشهد لصحتها كل الطوايف وبعد ذلك اقتنعت بها وقلت إني أمشي بموجبها وإني أعاهد إله إسرائيل كما هم عاهدوه بأنه يكون إلهي ثم قلت لابد أن أقابل هذه التوراة على توراة اليهود واشتهدت على قراءة العبراني فرأيت ذلك موافقا للعربي ثم عاهدت إله إسرائيل عهدا بأني لا أتبع دونه آلهة أخرى ثم استعلمت اللعنات والحرومات التي استعملها موسى لبني إسرائيل إذا تركوا الرب فاستعملتها لذاتي إن كنت أعبد دون الرب إله إسرائيل ثم فحصت في التوراة لأرى هل يقبل الله الغربة فكنت أرى في السفر الأول الذي هو سفر التكوين أن الله أمر إبراهيم بخطن الغربة صفحة 17 وفي سفر الأحبار يقول فيه إن سكن غريب في أرضكم لا تغضبوه وإنما يكون لكم الغريب المتغرب معكم كالصريح وأحبه كنفسك صاد 19 عين 22 وفي سفر العدد يقول أما الجماعة فسنة واحدة لكم وللغريب أيضا الذي يتغرب بينكم سنة مستديمة في أجيالكم ومثلكم كذلك يكون الغريب قدام الرب شرع واحد وحكم واحد يكون لكم وللغريب الذي يتغرب بينكم وفي نبوة أشعية يقول أقبلوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاص الأرض صاد 45 عين 22 وأيضا لا يقول ابن الغريب المتصل بالرب قائلا فرقا يفرقني الرب عن شعبه إلى آخره ومثلها كثيرا واليهود كانوا يقبلون الأمم كما قيل في سفر أستير ثم خضر ببالي ما جرى قديما بخصوص ثامار كنة يهوذا وراحاب الزانية وراعوث الموابية وداود النبي من نسلهن ثم تذكرت نعيا المعمونية امرأة سليمان الملك وحزقيا الملك ويوسيا الملك كانا من نسلها فاطمأن قلبي بهذا وافتخرت بمعرفتي لله كما قال في أرميا وفي هذا فليفتخر المفتخر أنه يعلم ويعرف أني أنا الرب واشتهدت حينئذ بأعمال سنة التوراة كحفظ يوم السبت وغيره من الوصايا التي أستطيع أن أعملها وقد استدليت من التوراة على ظهوري مخلصا للجنس البشري من الخطية التي سقط فيها أبوانا الأولان آدم وحواء إذ وبخ الله عليها بني إسرائيل بعد مدة على لسان عبده أشعي النبي بقوله أبوك الأول آدم أخطأ صاد 22 عين 27 ثم يذكر الكتاب المقدس إتيان مخلص يخلص من تلك الخطية كما قيل في أشعي النبي ويأتي الفادي لصهيون وإلى التائبين عن المعاصي يقول الرب صاد 56 عين 20 وقوله قولوا لبنت صهيون هوذا يأتي مخلصك هوذا جزاؤه معه وعمله قدامه صاد 62 عين 11 وزكريا النبي يقول افرحي جدا يا بنت صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتيك عادلا وله خلاص وضيع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان صاد 9 عين 9 ثم فحصت لكي أرى هذا الخلاص بماذا يكون فرأيت أنه في ذلك الإصحاح نفسه يقول وأنت أيضا بدم عهدك قد أخرجت أسراك من الجب حيث ليس ماء فعلمت من هذا أن الخلاص لا يكون إلا بسفك دمي ذلك المخلص كما قال أشعي النبي صاد 52 إلى آخره ثم بحثت لأرى ذلك المخلص من أي طائفة يكون إتيانه فاستدليت من سفر التكوين على أنه يكون من نسل إبراهيم ثم إن موتى النبي يخبر أيضا بأنه يكون من نسل إسرائيل كقوله في تثنية الاشتراع أن الرب إلهك يقيم لك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي فله استمع صاد 18 عين 15 وعين 18 ثم أشعي النبي يخبر بأنه يكون من أصلي يسي صاد 11 عين 1 ثم من نسل داود كقوله تعالى على لسان عبده حزقيال وعبد داود رئيسا عليهم إلى الأبد صاد 27 عين 26 ثم استدليت على أن العهد القديم يتمم بعهد آخر جديد كقوله على لسان عبده إرميا هوذا أيام تأتي يقول الرب أقيم فيها عهدا جديدا مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا لا كالعهد الذي قضيت مع آبائهم يوم أخذت بأيديهم لأخرجهم من أرض مصر صاد 21 عين 21 ثم بحثت لأرى شارع هذا العهد من أي شعب يكون فرأيت الكتاب المقدس يخبر أنه يكون من أورشليم من نسل داود كما قيل في الأنبياء أن من صهيون تخرج الشريعة وكلمة الله من أورشليم أشعي صاد 2 عين ومثلها في ميخا النبي صاد 4 عين وفي صاد 5 منه يقول أما أنت يا بيت لحم أفراثا أنت صغيرة بين ألوف من يهوذا ولكن منك يخرج المصلط في إسرائيل الذي خروجه من القديم منذ أيام الأزل فرأيت كل هذه الشواهد قد كملت بإتيان السيد المسيح له المجد فآمنت في أقوال الله الصادقة واهتديت بنعمته إلى الإيمان بالسيد المسيح فادي العالم ثم انتقلت إلى مدينة أظن إلى بين أهلي وأقربائي فشاع الخبر بين النصيرية بأني يهودي فأمسكت حينئذ عن التكلم في أسرارهم وهم أيضا تركوني وذلك لأن رئيسهم الشيخ صالح أفندي ابن سمرة أوصاهم بذلك ثم في ذات يوم سافرت إلى مدينة ترسوس لأجل النزهة كعادة أبناء البلد وأتيت إلى قرية خارج البلد اسمها فضنة وكان لي فيها صاحب اسمه حسن سلطانة ولما أبلغته حضوري أضافني ذلك اليوم ولكونه لم يعرف ماذا عملت ترحب بي غاية ما يكون ثم دع شرفاء القرية وقدم لنا المسكرات وبينما كنا نشرب فإذا بجماعة من الذين بلغهم قصتي قد أقبلوا علينا وأخبروا صاحب البيت عن قصتي سرا ولما علمت أنهم شعروا بي خفت منهم لألا يؤذوني فخرجت من بينهم إلى خارج كأني قاصد حاجة وإذا صارت لي فرصة للهرب هربت فلما شعروا بذلك اتبع أثري نحو أربعة رجال منهم ليمسكوني وبينما كنت هاربا وهم طالبون أثري إذا برجل قد نفر من أمامي ظنا بأنه هو المطرود لأنه كان قد سرق جبسا وبطيخا فلما رآني ألقى ما كان قد سرقه وفر هاربا وبينما نحن على تلك الحالة إذا بالثلاثة رجال آخرين واقفين بجانب الطريق منتظرين ليعلموا ما كان وأولئك الذين كانوا ورائي صرخوا أدركوه هذا هو الرجل الذي فضح سرنا فرأيتهم قد أحاطوا بي ليمسكوني وإيقنت بأن ليس لي منهم خلاص والرجل السارق قد ابتعد عنهم فحينئذ صرخت بالوقوف قائلا أي أكلاب دونكم بالرجل الذي قد باح بسرنا ولماذا لم تمسكوه وحينئذ انصرفوا عني طالبين ذلك الإنسان السارق وأما أنا فوصلت حالا إلى غابة واختبيت فيها ولست أعلم ماذا حدث بينهم وبين ذلك اللص الذي صار وسيطا لخلاصي ولما رأيت منهم هذه المكيدة ذهبت إلى مدينة أذنة وهناك أتاني شيخ من النصيرية اسمه الشيخ إسماعيل بن الفحل من مدينة أنطاكيا من قرية الدرسونية وقال لي يا فلان إن كنت عرفت أن ديانتنا باطلة وأنك قد تمسكت بالديانة الحقيقية فبعني خير صلاتك التي تعلمتها منا فقلت له نعم إني أهبك إياها مجانا فقال لا بل بثمن لكي يثبت البيع فبعته إياها بثمن بخس قدره سبعة غروش ونصف فانسر بذلك وقال لي إن كنت بواسطة هذه الصلاة تخلص تكون محروما من ذلك الخلاص ويكون موهوبا لي منك فقلت نعم ولكن إن كان الله يعذبني من أجلها تكون أنت المديونة بذلك العذاب فارتضى بهذا الشرط وانصرف ثم أتاني شيخ آخر جار للشيخ الأول واسمه الشيخ إبراهيم بن خاتون واشترى مني خير الذبايح التي قربتها لإسم شرفائهم الموتى فبعته إياها بخمسة وعشرين غرشا ثم قال لي تكون محروما من شفاعتهم التي حصلت عليها بواسطة الذبايح التي قربتها لإسمهم وتكون موهوبة لي منك فقلت له كما قلت لجاره الشيخ الأول فانسر بذلك وانصرف وهكذا تفعل النصيرية مع الذي يخرج عن مذهبهم ولا يمكنهم تركه بدون شراء خير صلاته ثم إن النصيرية أطلقوا علي اللعنة والحرم ووضعوا اسمي بين جملة المشتومين واتفقوا على قتل خفيا وإن ظهر أمري يدفعون ثمن دمي فمنعهم الشيخ صالح أفندي بن سمرة وقال إن الرجل قد تركنا لأنه قد تحقق عنده أن ذكرى صلاتنا كفرية وأن عملنا له جيلة ونجا منها فلا بد من أخذ ثاره وربما يبيح بسرنا بين جميع الناس لكن نتوسل إلى صاحب هذا السر أن يعمي قلبه عن كشف سرنا ثم بعد مدة صادفت الخواجة يوحنى طراد المحترم وكان يومئذ في مدينة أذنة فأطلعته على جميع ما عندي وقال لي إنك لا تقدر أن تسكن في هذه المدينة لأن النصيرية هنا أقوياء ولكن شوري عليك أن تذهب إلى بيروت وأنا أرسل معك مكاتبة فقبلت منه هذا الرأي ولما حظوت بالكتاب المعنوى بالدليل إلى طاعة الإنجيل لسيد الخواجة ميخائيل مشاقة المحترم تلوت هذا الكتاب الجليل وقدمت جزيل الشكر لمؤلفه وحصل عندي الاقتناع به ثم أشهرت حالي وصرت مسيحيا بنعمة الله علي وتمسكت بقول السيد له المجد أنه من استحى بي قدام الناس أستحي به قدام أبي الذي في السماوات وحينئذ بدأت أكشف ديانة النصيرية وسلمت أمري ليد الله ولا أخاف ممن يقتل الجسد ولا يستطيع أن يقتل النفس ولا أخاف تعيير الأمم ولا أخشى تجاديفهم أشعيا وبدأت أكتب مكاتبة لقراهم مبينا لهم أن ديانتهم وثنية فحينئذ قامت عامتهم على الخاصة طالبين المذهب الصحيح وبدأت أجادرهم فاجتمع النصيرية إلي وكلموني بالملطفة قايلين لي ارجع إلى سبتك وهم يحلفون أن من لا يحفظ السبت لا يدخل السماء وذلك لأني لما كنت في مذهب اليهود كنت قد تحققت كفر صلاتهم ولكن في مدة إقامتي على ذلك المذهب لم يسمعوا مني شيئا من أسرارهم ولما صرت مسيحيا صرت أجادرهم وأرسل لهم مكاتبة فلهذا أتوني بالملطفة مادحين لي الديانة اليهودية وقد أخبروني بمناماتهم الكاذبة وهي أن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ منصور من الحاضرلية رأى في منامه أن القيامة قد قامت وخرجت الموتى من قبورهم وحشرت كل ملة وحدها وأول ما تقدم الإسلام طالبين شفاعة نبيهم فانتهرهم محمد وقال اذهبوا يا كفار إلى عذاب النار لأنكم صليتم علي وتركتم إخوتي الأنبياء وتقدم بعدهم النصارى ملتمسين شفاعة المسيح فانتهرهم أيضا عيسى وقال اذهبوا يا ملاعين لأني أمرتكم بالغسل والوضوء وأنتم قد تركتموه فتقدم بعدهم النصيرية طالبين شفاعة محمد بن نصير وسيدهم الخصيبي فصرخا فيهم وقالا اذهبوا عنا لأننا لسنا قادرين على تخليص أنفسنا فتقدم اليهود أخيرا فنهض لهم موسى وأخوه هارون وقالا مرحبا بأمتنا الصديقين ادخلوا جنة النعيم لأنكم تقتنونها بصبركم على البلوة ادخلوها أنتم ونساؤكم بسلام آمنين ثم قالوا لولا نحن نخاف من هؤلاء المسلمين لأن معهم سيف الحكم لتهودنا فأجبتهم أن الحرية معطاة للجميع والمسلمون لا يمنعونكم ولو أنهم عرفوا خبث مذهبكم وشتمكم لهم فإن تصيروا يهودا لا بل لو صرتم قرودا لا يصعب عليهم ذلك فلما يأسوا مني انقلبوا خاسرين وصاروا يرسلون إلي الجميلات من نسائهم ليميلوا عقلي إلى مذهبهم نظير مشورة بلعام بن باعور ثم اجتمعوا إلي وقالوا لي ارجع إلى مذهب اليهود ولك منا كل سنة ألف غرش فأجبت أن الأموال لن تنفع في يوم الانتقام أيضا ما منفعت الإنسان لو كسب العالم بأسره وخسر نفسه ومن يملك نفسه أفضل من الذي يأخذ المدن فلما رأوا هذه القساوة مني وثبوا علي نظير الضباع وتعاهدوا على قتلي وشرب دمي في يوم عيدهم الغدير الذي يقع في ثامن عشر من ذي الحجة ثم قام شيوخهم الخاصة وقالوا كفوا عنه فإننا نسأله بالملطفة لعله يكف عن كشف سرنا ثم أتوا إلي وقالوا لي يا فلان نحن بنوا طائفتك وإنك قد هتكتنا بين جميع الطوايف وأما لأن لنا عندك حاجة واحدة فالمرجو منك قضاؤها وهي أنك إن بقيت مسيحيا فلا تكشف سرنا بين العالم وعاهدنا على ذلك ونحن ندفع لك 12 ألف غرش وفي كل سنة لك منا ما يكفيك من القمح وغيره من المونة حينئذ استشرت بعض الأتقياء في هذا الخصوص فقالوا إن هذا حرام أما تذكر ما صنع حجيزي حين أخذ المال من نعمان السرياني فامتنعت حينئذ عن أخذ الرشوة ولما علموا بعدم قبولي مشورتهم اجتمع فرقتاء النصيرية الكلازية والشمالية واشتكوا علي للحكم وعملوا علي مكيدة وطلقوا الإمرأة مني وسيروني مخشب اليدين مكتوفا إلى دمشق الشام ثم إني تضرعت إلى الله تعالى فتحنن علي واستجاب صلاتي وإذ لم يوجد علي ذنب أطلق سبيلي وخلصني الخاتمة في الرد على النصيرية إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب ونفخ في أنفه نسمة الحياة فصار الإنسان ذا نفس حية فالروح دائمة إلى الأبد وأما الجسم فهو فان وأيامه كالظل المائل أو كالحشيش الذي ينمي وبعد قليل يجف وييبس وأكثر ما تكون أيامه سبعين سنة وإن زادت عن ذلك فثمانين وأكثرها تعب وشقاء مثله مثل الضام إذا نام وحلم في منامه إنه ارتوى وبعد ما ينتبه يرى نفسه ضامية أو كالجوعان الذي يحلم بأنه أكل واكتفى وبعد انتباهه يرى نفسه فارغة هكذا الإنسان المغرور في هذا العالم المائل المتعلق بعبادة الآلهة الباطلة فإنه بعد قليلا يسقط في الهلاك الأبدي فماذا يقدم فداء عن نفسه إذ ليس تنفع الأموال في يوم الانتقام ومع هذا فليس له حجة أمام الله لكونه تعالى قد خصصه بالحواس الكاملة والعقل النطقي الذي هو أكبر موهبة منه تعالى لبني البشر ثم لو كانت حياته طويلة لكان له شبه سبب للتواني على الأرض وهو يشتهد باغتنام الأملاك والأرزاق ليذخرها لحياة فانية التي هي كشجعة في الليل ومع تأكده أنه سريعا سيتركها فكيف يلتبك بها وينسى الحياة الأبدية التي لا تنتهي أبدا فإن كان الإنسان يشتهد بهذا المقدار على اكتساب الخيرات الدنيوية المائلة سريعا كالظل ليحصل بها على عيشة طيبة فكم بالحري يجب عليه أن يشتهد لأجل اكتساب خيرات لحياة نفسه الخالدة وكما أن الإنسان يفتكر في ذاته قائلا إن لم أجتهد وأدخر مالا فأكون مرذولا عند الناس وجايعا ولابسا ثيابا باليا فكم بالحري يجب أن يعمل كل اجتهاده لأجل حفظ نفسه الخالدة لكي لا ترذل أمام ملائكة الله والناس أجمعين وكما أنه يحفظ ذاته ويدار نفسه ممن هو أقوى منه ليحتفظ من شره فكم بالحري يجب أن يحفظ نفسه لكي لا يقع تحت غضب الله الديان العالم بخفايا القلوب الذي يهلك النفس والجسد في جهنم الأبدية وإذا وقع أحد تحت غضب الحاكم ولو ساعة واحدة فيرتعد مرتجفا مع علمه سريعا أنه يخلص من يده وأما الوقوع تحت غضب الله فلا خلاص منه أبدا ما دام الله موجودا ثم إنه محقق للإنسان زوال نعيم الدنيا وأن حياته فيها عابرة كالمنام كما قيل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإن كانت حياة الدنيا زائلة هكذا وكما نعلم أن جماهير كثيرة من الناس قد سقطت قبلنا وفي أيامنا مما لا يعلم عددها إلا الله وحده وقد فارقوا حياة هذه الدنيا وأموالهم وأرزاقهم وتركوها لغيرهم وبعد الذهاب من هذا العالم ليس للإنسان إلا مكان من المكانين إما الحياة الأبدية وإما انتظار دينونة رهيبة وعذاب أبدي فإن كان قد علم الإنسان بذلك فيجب عليه أن يجتهد في البحث عن معرفة الإله الحقيقي الذي تجب له العبادة وحفظ أوامره ووصاياه ليخلص نفسه من ذلك العذاب الهايل وتكون له حينئذ الحياة الأبدية وبعد هذا إعلمي أيها الطائفة النصيرية المتعلقة بعبادة السماء والشمس والقمر والهواء والكلب والبقرة والناقة والبشر بأن هذه العبادة وثنية باطلة ليس لها منفعة وفضلا عن عدم منفعتها فإنكم تسقطون بسببها في عذاب جهنم فاتركوها ولا تحاموا عنها لأن أنا لما كنت في الظلمة كنت أحام عنها نظيركم ولكن بعد الطلاع على كتاب الله والنبوات قد تحقق عندي كذبها وعلموا أن ديانات الأمم قد تشابهت بالمعشوقات ومعتنقوها كالعشاق وأن كل منهم يمدح معشوقه كما يهديه عقله ويظن أن معشوقه الأجود ويحكم على معشوق غيره بأنه رديء ولا يلتفت إلى عيوب معشوقه بل يشمئز كثيرا ممن يعيره ولأجل أنهم نشأوا على تلك الخرافات فيتمكن عندهم صدقها ولكن من أراد منكم الوقوف على الحق وهو إذا اعتبر كثرة عيوب ديانته وامتحنها بعقل فيظهر له منها الفساد انترك التعصب والعناد لأنكم قد أحببتم شريعة الحسين بن حمدان الخصيبي ورفقاءه وظننتم أنهم من الملائكة وحكمتم على مخالفي شريعتهم بالمسوخية وإنه لم يوجد ولا أمة من شركائكم الوثنيين إلا ولهم رؤساء ديانة يعظمونهم كتعظيمكم رؤساءكم وهم يحكمون أيضا على مخالفي شريعتهم بهلاك أبدي فهل يجوز لنا أن نحكم بتلك الشرائع أنها صحيحة مع أنها مشحونة بالكفر والخرافات ولا يمكنكم أن تحتجوا بآية واحدة من التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن ولأن الكل ينهى عن مثل عبادتكم وعقائدكم وقد أعطاكم الله عقولا وحواسا كاملة لتعبدوه وتحفظوا أوامره وأما أنتم فقد عدلتم عنها واتقيتم المخلوقات وعبدتموها دون خالقها كالشمس والقمر والسماء والبشر والكلب والناقة والبقر تلك التي لا عقل لها ويا ليتكم تكتفون بعبادتكم لها بل قد أطلقتم اللعنة والشتمة ضد الذين لا يوافقونكم على عبادتها وإنكم تقدسون كل مكان مرتفع تحت كل شجرة مظلة جميلة وتصفون حجارة وتقدمون لها الذبائح والبخور وتسجدون لها كآلهة وتدعون بأن لها مفاعل عجيبة نظير سلفائكم الوثنيين والكتب المنزلة تنهى عن هذه الأفعال الردية مرارا كثيرة وتحكم بأنها أعمال رجسة خبيثة ثم كلما رأيتم نجما سقط قرب مزار أحد شرفائكم تحكمون بأنه قد نزل ملاك ليزوره ونفس ذلك المزار عينها نزلت لزيارة مقامها وتقولون أن هذه هي العلامة التي بها نستدل على تشريف ذلك المزار الطاهر وأنه لم يوجد عندكم برهان أوضح وأعظم من هذا لتثبيت شريعتكم وتشريف موتاكم وبعض مضليكم يغشونكم بأحلامهم الكاذبة بقولهم قد حلمنا بأن المزار الفلاني قصد مكانا كذا لأجل التشريف وقد أمرنا بأن نبني له مقاما ولكن لماذا تسقط تلك الأنوار في المواضع التي لا يوجد فيها قبورا ألبتة فياترى على مزار من تسقط حينما تنزل فوق الجبال والأبحار والبلدان التي لا يوجد فيها أحد من طيفتكم النصيرية وقد تأكدت أضحكة عملها بعض الناس وهي أنهم ضربوا سواريخ ليلا كالسواريخ التي تضرب في شهر رمضان بقرب مزار أحد النصيرية فلما شعر النصيرية بذلك أظن أنها أنوار سقطت على ذلك المزار فأدلجوا باكرا وعمروا المزار المذكور وحسبوه من جملة أوليائهم وقدموا له البخور كغيره فمن يسمع بهذه السخرية ولا يضحك عليها وإن اعتقادكم بالمزارات والأشجار شايعة عند كل من يعرفكم من الطوايف ولا تقدرون أن تنكروها والعيب الواضح في ديانتكم هو اعتقادكم بأن ربكم هو علي بن أبي طالب وأنه منزه عن الآباء والأمهات والأزواج والأولاد وتقولون أيضا بأن أباه عمران وأمه فاطمة بنت أسد وطالب وعقيل وجعفر الطيار إخوته وأن الحسن والحسين كانا ابنيه وتقولون أنهما في الظاهر ابناه وأما في الباطن غير ذلك فكنت أفتكر أنه لم ينتج من هذا الباطن غير أن امرأته حملت بهما من غيره ولا ينتج من ذلك إلا أنها زانية فحاش هذا الإمام الفاضل من تلك التهمة ولكن بالحقيقة هذا هو افتراؤكم على إلهكم وامرأته ولو كان بعد حيا لكان ينتقم منكم على هذه التهمة والعيب الأكبر في مذهبكم الوثني هو اعتقادكم بأن إلهكم قد ظهر بصورة البقرة المذكورة في القرآن الذي أمر موسى بني إسرائيل بذبحها وفي ناقة الصالح وعند الشماليين في كلب أصحاب الكهف أيضا فإن سلفاءكم الوثنيين لم يبلغوا إلى هذه الدرجة من الفساد في عبادتهم نعم إن جدكم نبوخذ نصر ملك بابل عمل آلهة من الذهب الذي هو أعز الأشياء وكذلك شركاؤكم كانوا يعملونها من معادن حجر ونقش عجيب وأما أنتم فعبدتم الحيوانات العديمة العقل التي في حياتها لم تقدر أن تعمل خيرا أو شرا فكم بالأقل بعد موتها نعم إن الكلب ينبح والبقرة تنطح والناقة تنهش وأما إذا كان مع الإنسان عصا فلا يخاف شرها والوجه الثاني تقريبكم هذه الذبايح لأسماء موتاكم وتوكلكم عليهم لينقذوكم مع أنهم أموات لا يشعرون بكم وأنه من المعلوم إن كان إنسان حيا في بلدة بعيدة ونودي إليه لا يسمع ولو أطلق ألف مدفع لا يشعر بها فكم بالحري بعد موته والذهاب آلة حواسه ثم إن أسلمنا أن المزار يسمع الإنسان المستغيث به فإنه ليس إنسان فقط يستغيث بذلك المزار بل كل طوايف نصيرية فينتج من زعمكم هذا الباطل أن ذلك المزار له لأنه حسب زعمكم يكون حاضرا موجودا في كل مكان والثالث اتهامكم إلهكم بأنه هو آمركم بأن تعبدوه فهذا افتراء منكم على هذا الإمام الفاضل لأننا اطلعنا كثيرا على كتبه فإنه كان يعترف بالعبادة لله ثم ينتج من افترائكم بأنه إله غشاش وأصل الغش من الشيطان لا من الآلهة حتى ولا من المؤمنين لأنه كان يعلم تارة بأنه مخلوق كقوله على مئذنة جامع الكوفة أنا عبد الله أخ رسول الله وحسب زعمكم كان يعلم تارة بأنه إله فمن هذا ليس بعدل أن يعذب الذين لا يعبدونه وإن عذبهم يكون إلها ظالما ولم يوجد أظلم منه سوى إله أولاد عمكم وإن قلتم إنه عمل ذلك ظاهرا ليداري الناس فينتج من هذا أمران أحدهما الغش والثاني الخوف وهذا لا يليق بخالق الناس أن يخاف خليفته ولا أن يغشهم أو يظلمهم وكيف يمكن للباري تعالى الذي ينهى عباده عن الغش والظلم أن يعاملهم بذلك وهذا هو الكفر الصريح وهذا الموضوع قد اتهمتم به إلهكم بخمسة أشياء الردية لا يجب ذكرها ثم أنتم تتخذون شاهدا من القرآن لإثبات الربوبية لعلي وهو من سورة ياسين بقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلفظة على تقرؤونها علي بلياء لكي تنتجوا منها أن علي قادر على أن يخلق مثلهم وتدعون بأن عثمان بن عفان هو حرف هذه اللفظة وبضع على اللام فتحة فلو سلمنا لكم بهذه الكذبة فيكون ذلك ضد اعتقادكم لأنكم تعتقدون أن علي خلق السماوات والأرض ومن هذه الآية ببيان أن الخالق آخر غيره وأنه هو قادر أن يخلق مثلهم ثم كنت أفتكر باعتقادكم أن الشمس هي محمد بذاته وكنت أسأل علماء طيفتكم لما كان محمد على الأرض هل كانت الشمس موجودة في السماء فكانوا يجيبونني نعم إن الذي في الأرض هو الذي في السماء بنفسه وجرمه لأنهم يزعمون أن الشمس لها جرم ونفس فكنت أجيب عن هذا وأقول نعم لو أن الشمس عدم وجودها في السماء في وقت ظهور محمد أو بعض الأنبياء في الأرض وبعد غيابهم ظهرت لكنت أصدق اعتقادكم وأما من حيث أنهما شخصان أحدهما في السماء والآخر في الأرض فهذا لا يمكنني تصديقه وهو ضد العقل والشريعة ثم اعتقادكم بأن القمر هو سلمان الفارسي وعند الكلازيين هو علي بن أبي طالب وكنت أسأل طيفتكم لما كان هذان في الأرض فهل كان القمر في السماء فكانوا يجيبونني نعم فكنت أقول لهم مثل الأول ثم اعتقادكم بأن هابيل بن آدم هو المعنى وواحد من الغرابين الذين علما قابيل القتل والدفن والقربان والنار كما قيل بديوان الشيخ إبراهيم الطوسي وهي نار دعا هابيل فيها وأخذ لا كل شيطان رجيمي فصار هنا أربعة معاني في وقت واحد وآدم والغراب الثاني كاناء الاسم وحواء الباب فقط فإن قلتم لا بل إن الغرابين واحد منهما الاسم والآخر الباب والقربان أيضا الاسم فيبقى معنا من هذا الحساب معنيان وهما هابيل والنار لا تقدرون أن تنكروا هذا لأنه مشهور عندكم وعند العامة أن هابيل المعنى والنار المعنى أيضا فيبقى معنا ثلاثة أسماء وهم واحد الغرابين والثاني القربان والثالث آدم وبابان أحدهما الغراب الآخر والثاني حواء وإن قلتم إن آدم وحواء ظهر بصورة الغرابين ليعلم قابيل القتل والدفن وذلك لأنكم تعتقدون بأن قابيل هو أبو بكر والمقتول عثمان بن عفان كما قال في هذا المعنى الشيخ علي الدرسوني بقوله والقتل واقع وفي دلام وحزبه وتنزه المعبود سرا قد طوى أي احتجب هابيل وألقى شبهة على عثمان بن عفان فأجيبكم على هذا الاعتقاد بأنه افتراء منكم على هؤلاء الأشخاص مع أن قابين لم يكن محتاجا إلى من يعلمه القتل والدفن لأنه حينما قتل أخاه كان قد بلغ من العمر نحو 73 سنة وكان قد دفع الله لسلطتهم جميع الحيوانات فكانوا يذبحون منها ويأكلون وما يبقى منها كانوا يدفنونها في التراب لأن قابين كان فلاحا يحرث الأرض ويدفن الحبوة فيها والشهد على ذلك أن آدم وبنيه كان لباسهم من جلود الحملان فقد اتضح من ذلك أنهم كانوا يعرفون الذبح والسلخ ولو لم يعرفوا ذلك لما لبسوا جلود الحملان والشهد الثاني من تقديم هابيل قربانه ومن المعلوم أن الإنسان لم يمكنه أن يأكل الأنعام والبهايم وهي حية وإن سلمنا بخرافاتكم السخرية بأن آدم وحوى صارا غرابين فيكون باقيا معنا في الحساب السابق معنيان ممتازان هابيل والنار كما تكلمنا آنفا بالتصريح وإسمان ممتازان آدم والخروف المقرب من هابيل وأيضا في زمن نوح تعتقدون أن نوحا هو الإسم وابنه حام الباب والفلك الذي عمله كان المعنى كما قيل بديوان الشيخ إبراهيم الطوسي وأعرف وأعتقد هي فلك نوح وهي نار الخليل بها سليم ثم ماء الطوفان أيضا كان من المعنى كما قيل بديوان جدكم الشيخ يوسف أبي ترخان وهي ماء لنوح لما غرقوا فيها إلا الأباليس فمن هنا قد صار معنيان ممتازان أي ماء الطوفان والفلك وأيضا في زمان صالح تعتقدون أنه هو الإسم والناقة المعنى وفصيلها الإسم فصار هنا إسمان ممتازان وهما صالح وفصيل الناقة وأيضا في زمان يوسف تعتقدون بأنه هو المعنى ثم قميصه وأبوه يعقوب والعزيز الوثني والجب أسماء وأما الباب فكان يومئذ أذيب وزليخة ودان فقد صار أسماء وأبواب عديدة في وقت واحد وفي زمان موسى تعتقدون بأنه هو الإسم وأخوه هارون وشعيب وكالب وألواح الحجارة خمسة أسماء في وقت واحد والمعنى كان العصى ويوشع بن نون والمقرة المذبوحة لماء الرشاش فصار ثلاثة معاني ممتازة عن بعضهم وإن قلتم عصى موسى هي الباب فيكون قد وجد بابان في وقت واحد وأيضا في زمان سليمان تعتقدون بأنه هو الإسم وأبوه داود إسم أيضا فصار هنا إسمان ممتازان والمعنى كان أساف بن برخيا وخاتم سليمان والبصاط فصار ثلاثة معاني وإن قلتم الخاتم والبصاط هما الباب حسب عينية الطوسي فيكون إذن أبواب كثيرة في وقت واحد وهي البصاط والخاتم والهدهد رسول سليمان والنملة وملكة سابا والدمرياط وزبر سليمان ستة أبواب كاملة ممتازة في عصر واحد وأجيبكم أيضا إن كان الهدهد الذي أخذ الكتاب لملكة سابا هو الملك وملكة سبا أيضا الباب فكيف يثبت ذلك؟ هل انقسم الباب إلى قسمتين الواحدة في سبا والثانية في أورشليم؟ إن هذا يضاد العقل ولا يصدقه عاقل ثم إن كانت النملة التي خاطبها سليمان هي الباب والبصاط المركوب الباب أيضا فما هي حاجة سليمان للنزول عنه ليخاطب النملة؟ وكان بالأولى أن يخاطب البصاط لنملة ومن نزوله عن البصاط يستدل على أنهما ممتازان وفي زمان محمد تعتقدون بأنه هو كان الإسم وكذلك ابنته فاطمة وابناها الحسن والحسين وأبو طالب وامرأته فاطمة بنت أسد والباب سلمان الفارسي وأم سلمة وغيرها من النساء وحمزة وطالب وعقيل وجعفر الطيار فصارها هنا أبواب عديدة ومع وجود كل هؤلاء كان الشمس والقمر موجودين غير معدومين اعلموا أيها الأحباء أنه لا يوجد شخص واحد في مكانين في وقت واحد والقول بذلك يضاد العقل أما الله فبلاهوته حاضر في كل مكان وأنتم هكذا شهادتكم من جهة إلهكم أنه لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم كما قيل في السورة الثانية عشر وفي قداس الإشارة أيضا وأما ها هنا فقد تجزأ مرارا عديدة واسمه وبابه أيضا فهذا هو عيب واضح في ديانتكم ثم إن اعتقادكم بالسماء أنها علي بن أبي طالب وإخوتكم الكلازيون يعتقدون بأن القمر هو علي وبرهانكم على ذلك هو أن لكل منهما ثلاثة أحرف فعلى هذا القياس كان يجب أن تعبدوا الوحش والجحش والكلب والنمر والذيب والفيل والسبع والضبع والجمل والثور والغنم والمعز والغيم والصنم والحجر والذهب والخشب والنار والأرض والبحر والجبل والرجل وأشياء كثيرة نجسة لأن كل هذه الأسماء لها ثلاثة أحرف وإن قياسكم هذا مستحق للضحك والبكاء ثم أعلموا أن موسى قد تكلم بوحيا من الله سبحانه ناهيا بني إسرائيل عن تلك العبادة الباطلة بقوله في السفر الخامس لألا ترفع عينك للسماء وترى في الشمس والقمر والكواكب وكل جنود السماء وتضغى وتسجد لها وتعبد ما خلقه الرب إلهك لخدمة جميع الشعوب الذين تحت السماء وفي ذلك السفر أيضا يقول ومن ذهب وعبد آلهة أخرى أو سجد للشمس أو القمر أو شيء من جند السماء مما لم آمر به بل قد نهيت عنه ثم أمر برجم فاعلي ذلك فهل يوجد شيء أوضح من هذا ينفي عبادة الشمس والقمر فهل تتحول هذه الشواهد للذهب أو الفضة أو البشر مع أنه يقول لألا ترفع عينيك للسماء فإن السماء ليس فيها ذهب ولا فضة فكان النهي عن عبادة هذه الثلاثة التي هي الشمس والقمر والنجوم التي أبدعها الله في اليوم الرابع من بدء الخليقة والذي يعتقد بتحويلها فقد نسب الظلم والغش لله تعالى الله عن ذلك ما أغلظ هذا الكفر العظيم الذي تكاد السماوات تتزعزع منه وهذه الآيات غير قابلة للتحويل مطلقا لأنه قال لألا ترفع عينيك للسماء فقد استحال تحويلها لأنه لا يوجد في السماء شيء من المعادن الذهبية والفضية ثم في سفر الأيام الثاني صاد 22 عين 2 وفي سفر أيوب صاد 25 عين 6 وصاد 21 عين 28 وفي أرمية صاد 8 عين 2 وصاد 44 عين 17 و18 و19 و15 وفي حزقيال النبي صاد 8 عين 17 وغير ذلك كثيرا ينهى سبحانه عن هذه العبادة الباطلة ولما سقط في بعض من بني إسرائيل سقط الله عليهم وصلت عليهم أعداءهم وأخرجهم من مملكتهم أما أنتم أيها الأحباء الخاصة من الشماليين المعتقدون بعبادة السماء أنذركم شفقة مني عليكم أتركوا هذه العبادة ولا تظلموا أنفسكم فتخسرونها وفي عذاب جهنم تتلفونها وعلموا أن السماء لا بد أنها تفنى وأنها مخلوقة وقد خلقها الله ولا فرق بين عبادتها وعبادة الحجر وكلاهما جرم صامت غير عقليا وعدم الحواس وإن الله تعالى قد ذكرها في الكتاب المقدس مرارا كثيرة وأخبر بأنها مخلوقة ثم إنها تفنى كما قال على لسان عبده أشعياء النبي ارفعوا عيونكم إلى السماوات وانظروا إلى الأرض من تحت لأن السماوات تضمحلك الدخان ثم يقول أيضا ليتك تشقق السماوات فتنزل فتسبح الجبال من حضرتك ثم داود النبي يقول في مزاميره ربي إنك أسست الأرض من قدم وإن السماوات من عمل يديك هن يبدن وأنت تدوم وكالثوب يبلينا كلهن ثم ماربطرس الرسول الذي تعتقدونه ربكم شمعون الصفا يقول في رسالته الثانية أما يوم الرب فإنه يأتي كالسارق في الليل فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المتقدة وتحترق الأرض أيضا ثم إنكم تعنون أن السماوات هي كناية عن الكواكب والأرض كناية عن الكواكب التي هي ذرب التبان فأجيبكم أنه في السفر الأول من التوراة يقول وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين المياه والمياه فصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي فوق الجلد والمياه التي تحته وكان كذلك وسمى الله الجلد سماء وكان مساء وكان الصباح يوما ثانيا فإن الكواكب لم تفصل بين المياه والمياه وأيضا لم تكن موجودة في اليوم الثاني بل خلقها الله في اليوم الرابع انتبهوا من غفلتكم واستيقظوا من سباتكم واعلموا أنكم سالكون في الظلمة وإن لبثتم فيها ستسقطون إلى هاوية عظيمة عميقة التي هي جهنم الأبدية وأسأله تعالى أن يكشف عن عقلكم برفع الظلام وعن قلوبكم الأكنة المغشات عليها ولا يجعل تعبنا معكم يذهب باطلا واعلموا أن الله أوحى لعبده موسى نبوة من المسيح بقوله كل نفس لا تسمع له تهلك وما يكون هذا الاستماع إلا حفظ وصاياه بدون امتزاج ولا نقصان ونسأله تعالى أن ينير قلوبكم بإنجيله ولا يهملكم إلى الإنقضاء آمين غريقوا ودادكم سليمان الأذني تنبيه إن صلوات النصيرية المذكورة في هذا الكتاب قد قوبلت على كتاب صلواتهم الذي بيد محمد آغا بن يونسو الذي أسلم عن يده واحد من مشايخ النصيرية وسورة الشتايم أيضا بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وأشكركم جزيلا على وقتكم وصبركم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر